اهلا بكم اعزائي المتابعين في قناة ميناتك انا مينا عبدو وهكون موجود معاكم النهاردة في شرح اخر مديول في كورس الاي سي دي ال بتاعنا وهو مادة الامن الرقمي او السايبر سيكوريتي تابعوني بعد قليل اول حاجة هنتكلم عليها مفهوم الامان في الامن الرقمي او data treats او تهديد البيانات وقبل ما نتكلم على تهديد البيانات لازم نعرف الفرق ما بين data والinformation البيانات والمعلومات زي هنا انا ما بيجي اقول لك كده data is a raw material such as الحرف الرقم الصورة تبع حاجة ملهاش اي استخدام اول ما بيكون لها استخدام او بقى فيه غرض من استخدامها اتحولت على طول وبقت information زي المثال اللي من دولك هنا في الكتاب بيقولك لو جينا اتكلمنا على رقم 26 فرقم 26 لوحده ده كده data بيان مالوش اي استخدام فهو مالوش اي قيمة لكن او ما بنقول ان 26 ده عمر لشخص بيبتدي يتحول من بيان بيكون على طول لمعلومة بعد كده بنتكلم على cybercrime او hacking او الجريمة الالكترونية وهي الجريمة اللي بتتم باستخدام جهاز computer وانترنت when a crime is committed using a computer or the internet is called cybercrime common example of cybercrime are الامثلة بقى الخاصة بالcybercrime اول حاجة identity theft سرقة الهوية الفيشنج التصيد ان يجي شخص يحاول ان هو يختال عليك من خلال الانترنت عشان يسرق المعلومات الحساسة بتاعتك من خلال الانترنت يحاول ان هو ياخد الاسم بالكامل العلوان الرقم القومي banking information المعلومات البنكية بتاعتك hacking ان في حد يحاول ان هو يختارك جهاز الكمبيوتر بتاعك بغرض سرقة البيانات الموجودة عليه او حتى بغرض ان هو يبتدي ياخد المعلومات الشخصية بتاعتك downloading illegal music or movies file تحميل الموسيقى او الافلام او الملفات من على الانترنت بطريقة غير قانونية electronic vandalism terrorism and extortion التطرف والارهاب الموجود على الانترنت illegal interruption of communication such as emails مقاطعة او التصنط على الاتصالات زي الاميل اني حتى يتجسس على الاميل او الاتصالات اللي بتتم من خلال الانترنت inappropriate and other offensive material اي حاجة بتبقى غير لائقة او مؤزية موجودة على الانترنت electronic money laundering غسيل الاموال اللي بيبقى موجودة على الانترنت لو جينا تكلمنا على ال hacking والhacker is a person who uses his computer expertise for elusiates ends such as to gain access to computers and network without permission and tampering with programs and data ان هو بيبتدي يستخدم خبراته هو شخص بيستخدم خبراته من خلال الكمبيوتر عشان يقدر ان هو يوصل لجهاز الكمبيوتر الاخر زي ان هو ياخد وصول غير مصرح لي او يوصل ياخد access على الكمبيوتر ده عشان يبتدي ان هو يتحكم فيه شبكة او ان هو يبتدي يوصل للبيانات بتاعتك ويبتدي يسرق البيانات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الكمبيوتر recognize malicious accidental treats الحاجات الضارة او التهديدات الضارة اللي ممكن توصل للبيانات بتاعتك اول حاجة ال individuals كتير جدا من الشركات والمؤسسات بتبتدي تتصرف ان الشخص ده الموظف عندها ده شخص جدير بالثقة او موصوك فيه وانه مستحيل ان هو يسبب ازا للشرك وده التفكير خاطئ جدا لان الموظف اللي بي موجود داخل الشركة وعنده نوايا غير سليمة بيقدر ان هو يوصل للبيانات بسهولة على قصد ان هو يسرقها بقى يسرقها يعمل identity في سرقة الهوية او يسرق البيانات بقصد باعها لطرف اخر او حتى ان هو يتلف البيانات لو هو في ضغينة بينه بين المسؤولين عنه في الشركة service provider مزود الخدمة لما باجي اتعاقد مع شخص انا ببقى عاوز ان هو يجي ينفذ مهام معينة عندي في الشركة بتاعتي فبالتالي بياخد access ان هو يقدر يوصل لسجلات الموظفين او العملاء بتوعي عشان يقدر ينفذ المهام بتاعته بكل سهولة او مزود الخدمة ده شخص غير امين او غير موثوق فيه فبالتالي هيقدر يوصل للبيانات دي ويقدر ان هو يتلفها ويسرقها وحتى ان هو يسرقها ويباعها لطرف اخر external organization ان انا بجيب شخص زي مزود الخدمة او شخص اخر يبتدي ان هو يشتغل او ينفذ مهام معينة عندي في الشركة بتاعتي فالشخص ده بيبتدي ياخد access security ان هو يوصل ياخد permission يوصل للبيانات ويوصل زي وزي مزود الخدمة بالزبط فبالتالي تحديده ببعضها هنا بيدي لك احصائية على مدى التحديد اللي كان بيوصل على الدول او على الاندستري الكطاعات فبالتالي لو قالك 5 spam emails destination in year 2012 اكتر خمس ايميلات او خمس وجهات لل spam emails الايميلات اللي غير مرغوب فيها او اللي بتحمل تحديد على الايميل طبعا باي كونتري سودي ارابيا السعودية كانت 79% بلجاريا 76% تشيلي والماجر 74% والصين كانت 73% طبعا الماركتينج والميديا كانت مستهدفة بنسبة 69% هي والمانيفاكتوريز اعادة التصنيع والزراعة والصيدلة والكلام ده كله دي احصائيات انت ممكن تطلع عليها للاطلاع فقط ما بيسألش عليها في الامتحان التهديدات الطبيعية اللي ممكن تواجه البيانات بتاعتي الكوارث الطبيعية زي الحرائق والفيضانات والحروب والتفجيرات الكلام ده كله ممكن يؤدي الى تلف البيانات بتاعتي ما انا لو في مكان معرض لحرائق او فيضانات بالتالي اي فيضان هيجي هيتلف البيانات لو انا مش واخد نسخة باكب ومؤمنها في مكان اخر لتأمين البيانات التهديدات اللي بتوجهنا اثناء استخدام السحابة او التخزين اللي موجود على الانترنت احنا لو رمزنا للانترنت على انه سحابة فاحنا بنقدر نخزن البيانات بتاعتنا على الانترنت بكل سهولة ونقدر ان احنا نسترجعها في اي وقت فبالنسبة لتهديد البيانات فبالتالي انت بتفقد الوصول المادي لبياناتك اول ما بتترفق على الانترنت لان ما فيش حد بيبعارف سيرفرات جوجل فين او يقدر يروح لجوجل يقول لي وريني السيرفر اللي بياناتي متخزن عليه فبالتالي انت بتواجه خطورة كبيرة جدا لو انت استخدمت مزود خدمة ما بيقمنش البيانات بتاعته او ما بيقمنش بياناتك بالشكل الكافي فاي تهديد هيحصل عليه انت بتفقد بياناتك ومعرضة بتبقى معرضة للتسريب وخلي دايما في دماغك حاجة انت لو مش واسك ان انت بياناتك دي هتبقى متأمنة او مش مرتاح ان البيانات دي تترفع على الانترنت يبقى ما ترفعهاش لان اول ما هترفعها تكون في خطورة كبيرة جدا الـ Value of Information قيمة المعلومة كتير جدا من المؤسسات بتبتدي ان هي تستخدم تجميع البيانات او Data Collectors عشان تقدر تجمع بيانات عشان تستخدمها بقى سواء في الاستخدامات المختلفة اللي بتقدر تستخدمها فيها يعني شركات الاتصالات مثلا بالمثال بتقدر ان هي تجمع بيانات عشان تقدر تعرف مين مالك الخط وتقدر تعمل مع الverification او مراجعة البيانات لما يجي يستخدم خطه بالنسبة للبنوك برضو لازم كل شخص يبقى نسجل بياناته على الحساب بتاع الاكاونت بتاعه فلازم يضمن السرية لازم يضمن السرية ان البيانات دي مش هتبقى متاحة لأي شخص غير للشخص صاحب البيانات فقط والانتجريتي السلامة بتاعتها لازم يكون في تأمين للبيانات دي وان البيانات دي هتفضل وقت معين وبعد كده بتتمسح لو هي استخدامها لفترة زمنية محددة زي مثلا تعداد السكان فانا هستخدم البيانات دي لمدة 6 شهور او سنة وبعد كده بيتم حزف البيانات بالكامل الاتاحة بتاعت البيانات دي ان وقت ما الشخصي بقى محتاج ان هو يسأل على البيانات دي لازم ان هو ياخد نسخة منها على طول وهبقى هو صاحب الحق الوحيد في حزف البيانات دي او حتى انه يعدلها ليه انا بقدر احمي البيانات الشخصية بتاعتي البرسنل انفرميشن او البيانات الشخصية بتاعتي زي الاسم الكريدت كارد نمبر رقم البطاقة الاعتمانية العنوان تاريخ الميلاد الرقم القومي دي حاجات بتبقى يعني قيمة جدا لأي شخص واي هاكرز بيبقى بيدور على او اي تصيط بيحصل على الانترنت عموما بيدور على البيانات دي بكل سهولة فبالتالي اول ما بياخد البيانات دي بيقدر يعمل انتحال للصفة سرقة الهوية ويقدر ان هو يعمل اكاونتات وهمية ويقدر ان هو يسرق البيانات بتاعتك بكل سهولة او يحتال حتى على المعارف الشخصية بتاعتك لازم ان انت تأمن البيانات بتاعتك اثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك زي توادر الكلام ده كله لان انت وانس ان انت نشرت البيانات الشخصية بتاعتك على الفيسبوك او توادر فبالتالي بقت توصل لعدد ضخم جدا من الناس فاكيد انت بتبقاش واثق في العدد الضخم الكبير جدا من الناس ده لازم يكون الواي فاي اللي انت بتستخدمه يكون متأمن بباسورد كوي ولو انت هتستخدم واي فاي في الاماكن العامة خلي بالك ان الاماكن العامة اغلبها ما بتعرفش مين اللي متصل معك على شبكة الواي فاي فممكن يكون فيه هاكر قاعد في المكان ده واخد الباسورد ويقدر انه هو يعمل هاكينج على كل المتصلين بشبكة الواي فاي اللي انت عليها التاني حاجة لما تلاقي الواي فاي فور فري مجاني مفيش اي باسورد عليه ما تفرحش لان اكتر الهاكرز بيعملوا نقاط اتصال وهمية بتدي انترنت عشان يستقطب الضحايا بتوعه ويقدر انه هو يسرق البيانات بتاعتهم Limit the information you share about yourself قلل المعلومات اللي انت بتشاركها عن نفسك مش لازم اي حاجة عنك شخصية تكون متاحة من خلال الانترنت When possible avoid using your real name online لما بتيك تستخدم الشات عام او مواقع التعارف يعني تجنب استخدام الاسم الحقيقي الشخصي بتاعك واستخدم دايما اسم المستعار Be cutious about who is trying to be friend with you online يعني خليك حاذر مين بيقدر يبعط لك طلبات صداقة من خلال الانترنت ودايما لو انت مش عارف الشخص ده خليك حاذر معي عشان ممكن يكون شخص بيحاول ان هو يحتال عليك Ensure you always have effective and update antivirus antispyware software running لازم تتأكد دايما انت عندك الانتفيروس والسبايوير اللي هو مضاد التجسس والحاجات دي متسطبة ومعمل لها تحديث عشان تاخد قاعدة البيانات الحديثة عشان تقدر تصد الفيروسات اللي ممكن تهجمك Look out of website when you have finished working with them يعني انت لما بتكون فاتح الاكاونت بتاعك على الموقع او اي موقع اخر ما تقفلش الجهاز بتاعك من الاكس بالشكل ده فبالتالي ده هيعملك مشكلة كبيرة ان الاكاونت بتاعك هيفضل مفتوح فاي حد هيقعد على الجهاز مكانك هيفتح الصفحة فهيفتح معاه الاكاونت بتاعك لازم اعمل look of look out من الاكاونت بتاعي عشان اضمن تأمينه لازم احمي الwork place information لازم احمي software source code لو انا بعمل برامج او بعمل برمجة لبرامج لازم احمي source بتاع البرنامج ده لان اي حد سرق source ده خلاص بقى عنده full control او التحكم الكامل على البرنامج ده ويقدر ان هو يسرقه او حتى يسرق بيانات العملاء اللي موجودين عليه client credit card numbers and bank account details لو انا عندي العملاء بتوعي فلازم احمي ارقام البطاقات الاعتمانية بتاعتهم اللي متسجلة عندي والbank account بتاعتهم عشان مفيش حد يقدر يسرقها ويستغلها بدهم marketing clients خطط التسويق فبالتالي لو انت بتعمل خطة التسويق اكيد هيبقى صعب جدا عليك ان لو الخطة دي اتسربت للمنافسين بتوعك ده هيسبب خسائر ضخمة personal records and private employee data لازم ان احنا نأمن معلومات الموظفين والمعلومات الشخصية الخاصة بالموظفين بتوعي network credentials such as username and password لازم لو انا عمل شبكة اكون مأمن ال username وال password بتوع الموظفين او مستخدمي الشبكة دي بالكامل fraudulent use دايما كل المواقع الخاصة بالشركات او المؤسسات دايما بتبقى معرضة للصرقة ومعرضة للانتحال الشخصية او سرقة ال brand او المركة ويقدر ان هو يحتال على الاخرين عشان يقدر ان هما يسرقوا بيها فبالتالي لازم يكون فيه جرد ولازم يكون فيه متبع عشان تقدر تتبع المخزون بتاعك وكل التفاصيل بتاعتك عشان ما يحصلش سرقة وما تخدش بالك منها غير بعد فوات الاوان accidental data use data lose انا دلوقتي بقى فيه طفرة كبيرة جدا في البيانات والاجهزة التكنولوجية المختلفة زمان انا كنت عندي اما الجهاز اللي في البيت بس اما الجهاز اللي في البيت انا في الشغل انا ما بتحركش بالاجهزة في الشارع دلوقتي بقى فيه USB عليها بياناتك في جيبك بقى فيه تليفون عليه معلوماتك الشخصية وبياناتك في جيبك فيه تابلت فيه لابتوب اي سرقة او ضياع لاجهزة دي معناه ضياع لبيانات بتاعتك حتى لو انت مش مؤمنها بصرد او مؤمنها فبالتالي بيبقى خطر جدا وان البيانات دي لو ضعت خلاص كده انت خسرت بياناتك للابد سابوتاج تخريب البيانات is usually mendicate amplified with the edge of revenge from angry Peter invious employee يعني لما يكون عندك موظف غير امين وحصل مشاكل ما بينكم فبالتالي الموظف ده بيسعى للانتقام فبالتالي بيسعى لتخريب البيانات تخريب البيانات بقصد الحق الضرر بمديره او بالشركة اللي هو الشغال فيها انه بيبقى كده عاوز يوصل ان هو عاوز يجيب حق identify common data privacy protection انا هحمي نفسي ازاي لازم اول حاجة ان انت تأمن البيانات الشخصية بتاعتك ان ما يكونش في اي سهولة ان اي حد يقدر يوصل للبيانات بتاعتك بيبقى فيه قوانين بتحمي المستخدمين الخاصين بالانترنت وزي القانون هنا بيدي لك فقرة من القانون الايرلندي اللي بيبتدي يحمي المستخدمين وبتدي عاقب كل المجرمين اللي بيحاولوا يعملوا سرقة الهوية من خلال الانترنت personal data must be collected in lawful and fair manner يعني لازم ان لو فيه اي معلومات شخصية بيتم التجمعها لازم تكون تحت طائلة القانون data controller اللي هم تحكم في البيانات لازم يحط طرق واضحة ليه ازاي انه هو هيقدر يستخدم البيانات دي بيوضح لك هو هيحتاج البيانات دي في ايه ويستخدمها في ايه والمدة كبان اللي هيستخدم فيها البيانات دي personal data must be accurate and should not keep for a period longer than it necessary يعني لازم نصحب البيانات اللي هو بيدي بياناته الشخصية لازم يكون ضقيق في البيانات اللي بيعطيها ويبقى عارف ان البيانات دي مش هيتم الاحتفاظ بيها غير في المدة المحددة الخاصة بالموضوع ده data subject او لصاحب البيانات او data controller احنا قلنا دلوقتي صاحب البيانات هو متحكم في البيانات الصاحب البيانات هو الشخص اللي بيتم تجميع البيانات عنه اللي هي بياناته الشخصية اللي هو data subject data controller هو الشخص اللي بيجمع او المؤسسة اللي بيتجمع البيانات دي وتبتدي ان هي تتحكم فيها بيبقى فيه شوية قواعد او قوانين بيتم او بتحكم الاعلاقة بين data subject و data controller obtain and process the data fairly ان هو لازم يجمع البيانات الشخصية لازم يعرف الشخص ان هو بيجمع البيانات ليه والمدة المحددة اللي هيجمع فيها البيانات زي ما قلنا keep data only for clear and lawful purpose انا جمعت البيانات دي تحت طائلة القانون اللي بيسمح لي بيها ولمهام محددة واضحة ماينفعش ان انا اغير المهام بعد كده process data only for the purpose for which it was originally gathered يعني انا بجمع البيانات عشان الهدف الاساسي اللي انا جمعتها من خلاله وهستخدمها فيه ما حاولش ان انا اتحرك اكتر من كده keep data safe and secure لازم يخلي الديتا امنة ومحمية ووفر لها كل طرق الحماية الكسوى عشان ما يحصلش اي خطأ ويتتصرب البيانات دي وتعمل مشاكل keep data accurate and up to date لازم يخلي البيانات صحيحة ودايما محدثة ensure that data is adequate relevant and non excessive يعني لازم تكون الديتا اللي انا جمعتها واضحة ومحددة وليها علاقة بالموضوع ما تكونش data زيادة عن الحد ما لهاش علاقة بالموضوع او حتى بيانات مختلفة keep data no longer than necessary for the purpose or purpose of collection يعني خلاص انا جمعت منك البيانات دي وهستخدمها مثلا لمدة ست شهور او سنة فخلاص خلصة المدة بيتم محزف البيانات تماما وما ينفعش استخدمها مدة اكبر من كده a copy of an individual's data must be provided to them upon their request لو صاحب البيانات طلب اي وقت نسخة من البيانات بتاعته لازم تتوفر له بسرعة وبكل سهولة understand the importance of adhering to guidelines and policies for ICT مسؤول الدعم الفني اللي بي موجود في كل مؤسسة او في كل شركة هو مفوض بيكون ايه وظيفة او بيعمل ايه making sure the automatic updates are being installed when they become available لازم يتأكد دايما ان الupdates الاوتوماتيكة او التحديث الautomatic دايما متحدث وكل البرامج update او محدثة او اول ما بينزل التحديث بيتم تثبيته على طول making sure all passwords are kept secrets كل الكلمات المرور لازم تبقى مؤمنة ويتأكد ان هي مؤمنة making sure the firewall is turned on and operating properly لازم يتأكد ان قدار الحماية شغال بصفة فعالة وبيشغال بيحمي البيانات بتاعته making sure the antivirus software and the other protection software are active and update لازم يتأكد ان الantivirus واي برامج الحماية الاخرى شغالة وفعالة ومحدثة وبتعمل بكفاءة making sure the internet security settings are correctly configured لازم يتأكد ان اعدات الانترنت امنة عشان يقدروا يستخدموا الموظفين الموجودين في المؤسسة او الشركة الانترنت بامان making sure software and hardware are installed on the network following the correct procedure لازم يتأكد ان اي برامج او اي اجهزة متثبتة على الشبكة مستخدمة الطريقة الصحيحة ومفيش بالنمج تثبت بطريقة غير صحيحة فبالتالي ممكن يعمل تجسس او ممكن يعمل مشاكل health and safety issues لازم نتأكد من اعدادات الامان اللي موجودة في اي مؤسسة او اي مكان عمل زي نتأكد ان بيئة العمل سليمة ومريحة للموظفين ان الاضاءة مناسبة ان في اضاءة كمان اضافية على المكتب للحاجة اللي عند الحاجة يعني لازم يكون فيه break كل فترة او استراحة كل فترة عشان نتجنب الجهد الخاص بالموظف لازم نتأكد ان الكراسي قبلها للتعديل هي والمكاتب بحيث عشان يقدر الموظف بقاعد مرتاح لازم يكون فيه الجهاز على مسافة معينة عشان نتجنب جهد العنق لازم يكون الماوس يكون كبان على مسافة الزراعة عشان ما يسببش اي مشكلة كل دي حاجات او اعدادات احنا بنبقى محتاجينها لازم يكون الجهاز ما يكونش وراه مصدر اضاءة بتاع الشباك فبالتالي الضوء هيضرب في الشاشة مش هتقدر تشوف حاجة كل دي اعدادات لازم ان انت بتعملها زي ان هو بيقولك لازم تخلي الانجل بتاعت الدراع بتكون ما بين سبعين لتسعين درجة عشان ما يسبب لكش اي جهد دي الصورة التواضحية للطريقة المناسبة اللي بتقدر تستخدمها او تقعد عشان تستخدم الجهاز المكتبي اللي هو الديسكتوب او حتى لو انت بتستخدم لابتوب عشان ما يحصل لكش اي جهد او اي تعب اثناء استخدام جهاز الكمبيوتر incident reports او الحوادث الخاصة تقارير الحوادث دايما مسؤول الدعم الفني بيبتدي يسأل شوية اسئلة what happens the nature of the incident اللي حصل how it happens حصل ازاي when it's happened امتى او ازاي تحل حتى لو هو اتحل فبالتالي الاسئلة دي هي اللي بتساعدك ازاي ان انت تقدر تحل اي مشكلة ممكن توجهك اثناء استخدام او اثناء عملك كمسؤول دعم فني في اي مؤسسة واي شركة personal security الامان الشخصي understand the term social engineering تعالوا كده نقرأ التعريف و بعد كده نشرحه واحدة واحدة the social engineering is a practice of deceiving someone طريقة لخداع شخص either in person شخصي over the phone عن طريق الهاتف or using a computer او عن طريق استخدام شخص يستدرجه عشان يقوله المعلومات الشخصية او البيانات الشخصية بتاعته زي ايه زي اللي بيحصل يومين دول في مصر لما يجي بعتلك رسالة يقولك احنا البنك الفلاني وبنعمل تحديث للبيانات فماليني بقى الكريدت كارد بتاعتك واسمك بالكامل وعنوانك والثلاث ارقام اللي بيقوا في ظهر الكريدت كارد والكلام ده كله هو بيحاول يحتال عليك عشان يسرق المعلومات المالية بتاعتك او عن طريق التليفون يتصل بيقولك يقولك احنا شركة الاتصال الفلانية وبنعمل تحديث للبيانات وهو بيتصل من الرقم عادي مش من الخط الساخن الخاص بالشركة دي فبالتالي كل ده عشان يحتال عليك عشان يسرق البيانات بتاعتك ابتداء من البص الامثلة ابستراكت كمبيوتر سيرفيس باي بلايسنج ماليشيس بروغرام او اوفرلود نتورك رسورسيس كود ريزلت انه هو يبتدي يحط لك برامج ضره او فيروسات عشان يقدر انه هو يتحكم في الشبكة او يجهد الشبكة ويملق الهارد ديسك بتاعك فبالتالي الهارد ديسك بقى فاضي بس يبالك انه هو مليان يستخدم الشبكة يستخدم الشبكة اللي اتحكم فيها دي عشان يقدر يهاجم بقية الشبكات انستول ماليشيس بروغرام such as virus destroy files or steal trade secret credit card numbers يبتدي يخش بقية سقطة بالبرامج الضره عشان يزرع الفيروسات من اجل تدمير المنفات او حتى سرقة بيانات المعلومات الشخصية place a backdoor that enable them to come back to the network add a later date يعني لما ييجي خلاص انت بيشوف ان انت خلاص ابتدي تتحكم في الشبكة وهتطرده برا بيسيب صغراء او باب خلفي يبتدي يسمحل ان هو يرجع مرة تانية عشان يتجاوز الامان والحماية بتوع الشبكة دي identity method of social engineering طرق بقى الاحتيال الخاصة بالهندسة الاجتماعية او الاحتيال اللي بيبتدي الطرق اللي استخدمها عشان يسرق البيانات الخاصة بيك الفونكولز المكالمات الهاتفية زي ما قلنا بيبتدي يتصل يقولك احنا بنحدث البيانات انت اكسبت جايزة معينة محتاجين بيانات credit card عشان نحطها لك والكلام ده كله خلي بالك ان مفيش حد له الحق انه يعرف الثلاث ارقام اللي بيبقوا في ظهر credit card غيرك انت حتى لو البنك نفسه سألك عليهم قوله مش من حقك ان انت تعرفهم دي حاجة شخصية خاصة بيك انت فقط الفيشنج او التصيد ان هو يبتدي يخلق سيناريو وهمي ويبتدي يبعتلك بي ايميل ويحطلك موقع ال verification مثلا يقولك انا من paypal او اي موقع تاني خاص ببنك ويبتدي يحطلك لينك يقولك خش هنا عشان تحدث بياناتك فتا بتخش بتلاقي الموقع بالزبط نفسه هو هو الموقع الاصلي لكن بيبقى مختلف طبعا مبقاش متأمن فبالتالي او ما بتدخل او بياناتك عليه بيسرقها بالكامل shoulder serving الاستراك النظر فوق الاكتاف لما تلاقي نفسك داخل على مكينة اي تي ام عشان تسحب الفلوس بتاعتك بتلاقي واحد واقف ورا كتفك عشان يبتدي يشوف انت بتعمل ايه ويحاول يلقط الباسورد بتاعك ويسرق الكريدت كارد بعدين هي دي الطرق المختلفة عشان سرقة الهوية understand the term identity theft and implication التأثير بقى اللي بيحصل من سرقة الهوية التأثير الشخصي انت ممكن تعاني من الغضب والضغط العصبي بحيث ان هويتك مسروقة وان فيه شخص تاني بيحاول ان هو ينتحن صفتك ويعمل الجرائم او يفتعل المصايب باسمك الاثار المالية ان هو طبعا بيقدر يقترد على اسمك ويحتال على الاخرين باسمك طبعا تأثير على الاعمال ان هو خلاص انه بيضر على سمعتك او سمعة الشركة بتاعتك في السوق الليجر امبليكيشن طبعا لما بيكتشفوا المسؤولين عن سرقة الهوية بيبتدي ان هو يعمل عادة اصدار لاوراقك مرة اخرى بارقام جديدة يعني رقم جديد باسبور جديد رقم قومي جديد وهكذا عشان يتفادى سرقة الهوية والاثار بتاعتها هو ايه الطرق اللي بيستخدمها عشان يقدر ان هو يسرق الهوية الانفورميشن ضايفين يعني بيبتدي ان هو يغوص في الاكاونت بتاعتك على السوشيال ميديا مثلا يبتدي يدور على البسطات القديمة بتاعتك يبتدي يروح بقى البسطات اللي انت كنت استخدمها في الاول لو انت مثلا دخلت الانترنت من 2010 2008 2007 بيبتدي يوصل لأقدم البسطات بتاعتك بهدف ان ممكن تكون انت في البداية ما كنتش عارف تستخدم الانترنت ازاي وبالغلط كتبت معلومة عن نفسك شخصية السكامن when an employee is a store or a restaurant use a small electronic device to scan and record customers credit card or other or a scamming fit electronic device over the ATM card slot which read an information encoded into the magnetic strap on the back يعني ايه الكلام ده السكامنج هو بيبقى الجهاز موجود في مطعم او محل تيجي انت تدفع الفلوس اللي انت مفروض تدفعها الفاتورة بتاعتك عن طريق credit card هيدخل credit card بتاعتك على الجهاز بيتعملها نسخ وسكان وبيتم على جهاز اخر عشان يسرق credit card بتاعتك فبالتالي بيسرق وبينسخها ويقدر ان هو يستخدمها بكل سهولة او جهاز بيركب وده كان موجود في مصر على فكرة الجهاز ده اللي بيركب في مكانة ال ATM عند المكان اللي بتدخل منه الكارت بتاعك هو ما بتدخل الكارت ده الجهاز بيعمل سكان للكارت بتاعك ويكون فيه كاميرا صغيرة متركبة فوق الكيبورد بتاعت الارقام فانت اول ما بتدخل الباسورد بياخد صورة ليك وانت بتدخل الباسورد بتاعك فباخد نسخة من الكارت وخد نسخة من الباسورد فبيقدر ان هو يسرق credit card بتاعتك بكل سهولة التسطر التسطر is act of creating and using an invented scenario to increase the chance of victim will divulge personal information يعني ان هو بيبتدي يخلق سيناريو وهمي عشان يقدر ان هو يوصلك ان انت تديله المعلومات الشخصية بتاعتك زي ان هو يقولك احنا بنحدث البيانات انت ربحت جايزة معانا تعال بقى اديني بياناتك عشان اقدر اسلمك الجايزة دي والكلام ده كله الفايل سيكوريدي understand the effect of enabling and disabling macro security في حاجة عندنا في الأوفيس اسمها الماكرو سيتنج والماكرو سيتنج دي عبارة عن برمجة صغيرة كده بتقدر ان انت تفعلها لو بتعمل حاجة روتينية كل يوم فبتسجل الروتين ده عليها ويقدر ان هو يعملك الروتين يعني بتخرج تقرير كل يوم بطريقة معينة يبتدنى هو يخرج لك التقرير ده بصفة مستمرة طيب لو انت بتستخدم الماكرو ده فهي فعالة ومفيدة لكن لو ما بتستخدمش الماكرو ده وهي مفعالة فهذا هيعملك مشكلة لان في بعض الفيروسات بتخش بتستغير اعدادات الماكرو دي فبالتالي بيتلف ملفات الماكرو سوفت اوفيس بالكامل طيب بعطل الماكرو دي ازاي هي هي نفس الطريقة بالنسبة للورد الاكسل الباوربوينت فانا بروح على ستارت وهفتح مثلا برنامج الاكسل بالشكل ده وهروح على فايل وبعد كده مور اوبشن او لو لقيت اوبشن هنا على طول مفيش مشكلة مور اوبشنز وبعد كده بروح على تراست سنتر وتراست سنتر ستنج وبعد كده بروح على الماكرو ستنج واقول له disable يعني هيعطلها بدون اعلام عايز تعملها تعطيل باعلام مفيش مشكلة او بتعطل كل الماكرو اللي ما فيها ديجتال سايند الموقعة اليكترونيا او ان انت بتفعل الماكرو زي ما انت عاوز طبعا انا بعطلها وبقول له اوكي اوكي كده انا عطلت اعدادات الماكرو بالكامل ده بالنسبة ل اعدادات الماكرو طيب ميزات وعيوب التشفير انت لما بتيجي تستخدم او هترسل بياناتك عبر الانترنت فيفضل ان انت ترسل البيانات دي مشفرة لان في بعض الهاكرز او بعض الفيروسات واشهارها المعنى in the middle وانتكلم عليه اللي بحاطت نفسه في النص فبيعترض اي اتصالات رايحة منك وجاي عليك فبالتالي لو انت شفرت بياناتك مش هيقدر ان هو يعرف محتوى الرسالة دي لان هي بتبقى مشفرة بالكامل ومعهوش مفتاح فك الشفرة طيب الادفانتش بتاعتها الميزات بتاعتها الاكسس بروتكشن انكريبت تادات كمبليتي بروتكت اند يو كان بي كونفيد اد اف هاكر جين اكسس تيور فايلز يعني بتاخد تأمين كامل ودايما بتبقى متطم واصل من نفسك انه مش هيحصل اي حاجة حتى لو وقعت الملفات دي في ايد شخص غير مصرح لي انه هو يراها انه مش هيفهم منها اي حاجة طبعا ااا السرية اثناء النقل انت تقدر تبعت ملفاتك المتشفرة بكل سهولة ومش هيقدر حد يطلع عليها السرية والسلامة بتاعتها مش هيقدر انه هو لو في فيروس في النص او حد بيعمل هاكينج او بيتجسس بيعمل سبايا على الملفات في النص مش هيقدر انه هو يراها طب الديس ادفانتش بقيتها العيوب بقى اكتر حاجة ان انت هتقدر لازم هتدور على طريقة امنة ترسل بها مفتاح فك الشفرة عشان ما يقعش في ايد الاشخاص غير مصرح ليهم فبالتالي هيتطلعوا ويقدر يفك شفرة رسائل بسهولة لو في اي حد قدر انه هو يوصل لمفتاح فك الشفرة هيقدر يطلع على البيانات بكل سهولة طب لو مفتاح فك الشفرة ده اضع خلاص كده انت بتبقى فقط بياناتك للابد طيب انا بقدر اشفر الملفات الموجودة عندي على الكمبيوتر ازاي؟ في طريقة كده من الويندوز لو عندي ملف كده او فولدر كلي انا نجي فولدر ونحط جهة الملف ده ونعمل ملف تاني عشان نشوف الطريقتين هما واحد على فكرة بروح على الملف راي كليك واقول له بعد كده advanced واقول له تشفير البيانات واقول له اوكي اوكي اقول له ياس بتلاقي تعمل عليها فولدر اصفر اهو كده البيانات دي مؤمنة طيب النيو فولدر اقول له راي كليك properties advanced Encrypt content secure data اوكي اوكي هيقول لي بالمحتوى بتاعه هقول له اه هتلاقي برضو تعمل عليه علامة صفرة كده الفولدر ده بقى مشفر طيب بلغي التشفير ازاي راي كليك properties advanced بلغي علامة الصحة المن قدام encrypt واقول له اوكي اوكي خلاص كده تم فك التشفير مرة تانية هو تأمين بسيط لأي ملفات تجسس ممكن تخش تقرأ البيانات دي لان انت لو فتحته على الجهاز هيقرأ معك عادي جدا لكن هو تأمين من بعض ملفات التجسس اللي ممكن تطلع على الملفات دي بكل سهولة طيب انا بقدر بعد كده encrypt drive انا بقدر اروح على start او سوري نخش على control panel هنخش على control panel وبعد كده system and security وبعد كده هيبقى فيه حاجة عندك اسمها bitlocker drive encryption بدوس عليها وبتشوف انه واحد من دول مثلا c او d او e وال f وتعمل له turn on bitlocker طيب الbitlocker دي عبارة عن ايه انه بيبتدي يخزن البيانات بتاعتك ويشفارها بطريقة امنة في مكان عميق جدا عند في الويندوز بتاعك عشان يقدر ان هو يأمنها ويمنع اختراقها بشكل كبير دي بعض طرق الويندوز عشان تقدر ان انت تأمن البيانات بتاعتك طيب لو انا عايز امن ملف word او excel بقى او تعالوا نفتح كده آآ ملف word مثلا او excel او powerpoint اي حاجة نلغي التشفير بتاعه وهفتح الورد بالشكل ده وابتدي بقى انا عايز اقمن الملف الورد ده واعمله باسورد يعني انا عايز اقفل الملف الورد بتاعي بباسورد برقم سري او كلمة مرور اعمل ايه هروح على file وبعد كده info او information وبعد كده protect document encrypt with password بقتار كده بيقولك ادخل باسورد بتاعك هنقول مثلا واحد اثنين ثلاثة او كي اقولك re-enter the password او confirm password واحد اثنين ثلاثة وقوله او كي تعالوا كده نرجع نعمل save ونقفل ونفتح ملف الورد ده اهو مرة تانية هتليه بيطلب منك الباسورد عشان تقدر تطلع على البيانات اللي عليه فاكتب له كده واحد اثنين ثلاثة وهقوله او كي فبقدر ان انا اشغل ملف الورد مرة تانية طيب بلغي الباسورد ازاي لازم اكون فتحته بالشكل ده قوله file info protect document encrypt with password وامسح الباسورد ده بالباك سبيس عادي جدا كأنه بامسح كلمة هول او كي وارجع اعمل save خلاص كده انا حزفت الباسورد بتاعي وبقى الملف مش متأمن هفتحه عادي جدا هيشتغل معايا عادي جدا نفس الطريقة على الاكسل نفس الطريقة على الباور بوينت عشان تقدر تأمن البيانات بتاعتك بكل سهولة طيب المالوير هي المالوير يعني ايه اصلا هي اختصار لكلمة اسمها malicious software او الملفات الضرة اللي بتبتدي الخش الكمبيوتر بتاعك بقصد الضرر او سرقة البيانات او الحاق الضرر بكل الملفات اللي موجودة عندك فيه انواع منها زي الفيروس والتروجنهورس والوورم والسبايوير ودول هنتكلم عليهم اول حاجة التروجنز او حصان ترواضة تروجنهورس ده ملف بيخش على جهاز الكمبيوتر بتاعك وبيكمن ما بيعملش اي حاجة زي القصة اليونانية القديمة لما دخلوا يحتلوا مدينة ترواضة ما بيعملش اي حاجة خالص بيكمن ولا انت بتحس بيه ولا الانتيفيروس بيحس بيه لحد ما بيلاقي الصغرة اللي بيقدر ينشر نفسه منها عشان يقدر يتحكم فيه جهاز الكمبيوتر بالكامل الروتكاتس او الجزور الخفية ودوت قطع من المالوير او الملفات الضرة بيتم تثبيته او الحاكر بيثبته عشان يقدر ان هو ياخد تحكم كامل على جهاز الكمبيوتر بتاعك تحكم كامل على جهاز الكمبيوتر بتاعك طبعا لازم الانتيفيروس بيبقى سهل ان هو يلقوت الروتكاتس دي ولازم طبعا ان احنا نكون محدثين الانتيفيروس ان يقدر يتعامل معاه او افضل طرق الحماية هي الوقاية الباكدورز او الابواب الخلفية لو انا بعمل برنامج ففيه بعض المبرمجين بيعملوا حركة كده مش لطيفة بيرعمل باب خلفي ليه عشان يقدر يرجع البرنامج بقى سرعة وبسهولة ما يحتاجش ان هو يطلب اكسس للبرنامج عشان يقدر يصلح الباكز او المشاكل بتبقى موجودة فيه طبعا بتبقى مشكلة ضخمة كبيرة جدا لان لو اي هاكرز اكتشف الباكدورز او الباب الخلفي ده هيقدر يخش ويتحكم فيه النظام او سيستم بالكامل بكل سهولة طيب بعد كده عندنا الفيروس والفيروس من اسمه زي الفيروس البيولوجي اللي بيسيب الانسان هو بيتم تثبيته مع برنامج يعني بينزل مع برنامج في الخلفية وبعد كده بينتشر زي الفيروس العادي ويصيب الملفات اللي موجودة حواليه بكل سهولة وفيه الورمز الورمز بتشتغل بنفس طريقة التروجن بس التروجن الاجهزة العادية لكن الورمز بتصيب دايما الشبكات وبتستخدم الشبكة دي او جهاز من الشبكة عشان يعمل هاكينج او تنتشر فيه الاجهزة الاخرى وبتقدر من خلالها برضو تهاجم الشبكات الاخرى بتعمل ضغط على الشبكة بتعمل لود عليها تقلي فيها وممكن تصيبها بالكامل بالشلل فيه عندي حاجات تانية بتبقى موجودة من خلال الانترنت زي ايه؟ زي الادوير الاعلانات ان انت تدوس اي كليك جوه اي موقع هي وحفتح لك صفحة اعلانات او صفحتين تلاتة اعلانات وبتقدر ان انت تقفلهم مرة تانية لكن فيه مواقع تانية بتبقى ضرب يروح فتح لك بخمسين ستين صفحة او المتين صفحة بتبقى مش كل الصفحات دي امنة ممكن صفحات منها بيكون فيها ملفات تجسس او برامج ضرب بتنزل تلقيان على جهاز الكمبيوتر بتاعك وممكن الصفحات دي بتصيب الجهاز بتاعك بالشلل ما تقدرش ان ان انت تستخدمه لازم تعمل له ريستارت وبيبقى كده عرضت نفسك للخطر في عندي الرانسموير او فيروس الفيديا اللي كان موجود في مصر من 2019 بيبتدي ان هو يخش على الجهاز بتاعك ويروح قفله بيبقى عبارة عن حتة حديد كده ما تقدرش ان انت تستخدمه وطلع لك رسالة على الشاشة ادفع مبلغ معين مبلغ الفيديا عشان اقدر ان انا اشغالك الجهاز مرة تانية ما بتقدرش طبعا تتخلص منه لو انت المعلومات اللي موجودة على الهارد ديسك مش مهمة بتقدر ان انت تشيل الهارد وترميه وتغيره لان كده هو بيبقى اتحكم فيك بالكامل لان انت لو دفعتله هتبقى خلاص هو اتحكم فيك كل شوي هيقفلك الجهاز ويقولك ادفع مرة تانية هو من اسمها وهو التجسس واللي بالتالي بيبتدي ان هو يحتال على الجهاز بتاعك ويحط ملفات عشان تقدر تسرق البيانات الشخصية بتاعتك وتسرق المعلومات اللي موجودة على الجهاز بتاعك البوتناتس البوتناتس هو روبوت انا ببتدي اصممه كبرنامج عشان يساعدني في مهام محددة زي ايه؟ زي ان انا لو عايز اعمل مئة الف عملية بحس او مليون عملية بحس على الانترنت اكيد مش هجيب مليون موظف ولو عملتك بالموظفين اللي عندي هتاخد وقت طويل جدا فبالتالي بصامم ببرامج دي اللي بتستخدم كل اجهزة الكمبيوتر الموجودة على الانترنت ويبتدي يعمل لي عمليات او مليون عمليات البحس دي بسرعة وبسهولة في ثواني لكن في بعض الفيروسات بتخش تستهدف البوتناتس دي وتغير البرمجة بتاعتها بدل ما هي بتساعد عشان تنفذ مهام محددة بتستخدم الاجهزة اللي هي متصلة بيها عشان تدمرها وتسبب لها التلف والضرر ودايما يطلق عليها الزومبي فيروس عشان هي بتنتشر زي الزومبي بالضبط الكيستروك لوجين هو برنامج تزقيل ضربات لوحة المفاتيح فبالتالي بتم تثبيته على الجهاز واي حاجة انت بتكتبها على الكيبورد بتتسجل في الملف وتتبعد لطرف تاني عشان يحاول يسرق اي معلومات شخصية او بيانات شخصية انت ممكن تكون كتبتها لان انت وارد جدا تكتب مثلا معلومات كريدت كارد بتاعتك تشتري حاجة من الانترنت الكلام ده كله وساعات بتبقى مصاحبة بكبان برنامج بياخد كل فترة كده سكرينشوت من الشاشة بتاعتك عشان يطبقها بالملف اللي خده من تسجير ضربات لوحة المفاتيح فيه عندنا الدايلرز او ارقام او طالب الارقام الهواتف يعني فيه شركات بتبتدي تستخدم الدايلرز دي عشان تمنع الموظفين بتاحها ان هم يتصلوا بارقام دولي او تحدد لهم شبكة معينة بس هم يتصلوا من خلالها عشان ما يكلفش الشركة دي مكال يعني تكاليف كبيرة بالنسبة للفواتير الهاتفية لكن فيه بعض الفيروسات بتخش تستهدف البرامج الدايلرز دي عشان تغير برمجتها وتخليها تتصب بمكالمات دولي معينة او تغير برمجتها الشبكة تانية فاتكلف او تخسر الشركة دي فواتير كتيرة جدا طيب اتكلمنا على التهديدات بنتبتدي نتكلم على البروتكشن او الحماية والحماية عبارة عن ايه؟ لازم يكون عندي انتي فيروس قوي عشان يقدر ان هو يتعامل مع التهديدات المختلفة اللي ممكن تيجي على الجهاز بتاعي زي بيعمل ايه؟ بيعمل كلين وقبل ما بيعمل كلين بيروح حاجة اسمها الكورنتين او الحجر الصحي والحجر الصحي ان هو بياخد الملف يحطه في الحجر الصحي عشان يبتدي ان هو يمنع اي ضرر على جهاز الكمبيوتر بتاعك ويمنع كمان انتشار الفيروس على جهاز الكمبيوتر بتاعك ويبتدي يشوف بقى يبتدي يتعامل مع الملف ده هل هينفع يتعمله تنظيف كلين فبينظف الملف من الفيروس ويرجعلك الملف مرة تانية ولا بيكون فشل في تنظيف الملف ده نهائيا فبيتعمله الديليت او بيمسح الملف ده بالفيروس نهائيا عشان يحمي جهاز الكمبيوتر بتاعك لازم نعمل الابديت ليه السوفتوير بتاع الانتي فيروس بتاعك لازم نكون عاملله تحديث ليه بقى عشان تجيله قعدة البيانات بتاعك الفيروسات الجديدة من على الانترنت وتعرفه ازاي ان هو يقدر ان هو يتعامل معها فيه تحديدات كبان بتيجى عن طريق الرسال والايميل زي الايميل اتاتشمنت اللي بالتالي لازم يصد البيانات بتاعتها بالكامل عشان ممكن يجي مع الاتاتشمنت ده بيرنامج دار او ملف او لينك دار ممكن ينزل منه ملف فيروس ممكن يأذي جهاز الكمبيوتر بتاعك زي ما قلنا لازم دوريا اعمل او تحديث للانتفيروس واي برنامج عندي على الجهاز لازم برضو اعمل له تحديث لان التحديثات دي بتيجي تصلح المشاكل الموجودة في جهاز والكمبيوتر بتاعك وبتصلح كبان في الصغارات يعني بتقفل الصغارات اللي ممكن بيتم اكتشافها اللي ممكن يخش منها الهاكر زي ان انا اعمل لازم اعمل اوبديت للابريتنج ساستام زي الويندوز الماك او اس او ال اي او اس لازم اعمل قضية للبرامج زي الانتي فيروس الادوب بي دي اف ريدر الادوب فلاش الكلام ده كله لازم اي ابليكيشن تبع الكمبيوتر بتاعي لازم اكون اعمله التحديث عشان يصد او يقفل الصغرات ويحل المشاكل بتاعته هنا بيعرفك ازاي تتعامل مع برنامج الاف جي الخاص بالانتي فيروس هو ممتاز وكل حاجة بس الاف جي دايما بيبقى فيه عيب ما بيصلحش اي ملفات لو اكتشف فيروس دايما بيداخد الخيار الاول والاخير ليه ان هو يمسح الملف ده فبالتالي افضل برنامج انتي فيروس ده ممكن تتعامل به لهو الافيرا او الافعست طيب لو انا جيت بقى استخدمت برنامج من مصدر غير موصوق يعني انا لو عايز برنامج فانا اروح اشتريه من الموقع الرسمي بتاعه طيب لو انا جبت البرنامج مفروض ان هو بفلوسه هتمنزله بطريقة مجانية فده انا هزود المخاطر بتاعة الجهاز بتاعي انه ممكن البرنامج ده هينزل مع فيروس هيبقى فيه ملف تجسس هيبقى معمول له كراك ممكن الكراك ده يكون فيه تجسس او فيروس ييزي الجهاز بتاعي او لو انا استخدمت برنامج قديم القديم ده يعني اتوقف تحديثه فبالتالي مش هيصلحه فيه المشاكل مش هيصلحه منه فيه الصغرات فبالتالي هيكون فيه تهديد موجود عندي في جهاز الكمبيوتر ممكن يسبب لي مشاكل ضخمة جدا انا بيعرفك يعني ايه حاجة رسحة وزي ما اتكلمنا عليه هو مكان بيتم وضع فيه الفيروسات عشان ما ينتشرش الفيروس ده اللي بقيت الملفات زي ما بيكون فيه حد بني ادم تعبان شوية او عنده كورونا مثلا اقدر الله بيتم وضعه في الحاجر الصحي عشان ما يعديش بقيت الناس اللي حواليه نفس فكرة الكورانتين او الحاجر الصحي بتاع الانتي فيروس انه بياخد الملف فيه الحاجر الصحي عشان ما يقزيش بقيت الملفات اللي حواليه طيب هو ممكن المالوير اتاك او التهديدات اللي ممكن تهاجمك من خلال الانترنت ممكن تيجي من خلال ايه يعني يعني سام اوف بانيفيتس اوف اولاين انت فيروس يعني انت ممكن تصدها من خلال الانترنت او مواقع اسمها او برامج اسمها الويب بيز ابيكيشن اللي هي المبنية على المتصفح اللي من خلالها بتقدر ان انت تأمن نفسك من خلالها زي ان انا ممكن انت اروح على موقع الانتي فيروس واعمل اسكان من خلال الويب سايت ده بيزيبقى زيادة تأكيد ان هو بيروح على الاماكن اللي بيتوقع ان الفيروس بيبقى فعال فيها ويعمل اسكان عليها بيبقى من خلال المتصفح مش من خلال ان مش محتاج ان انت تعمل له تحديث مش محتاج ان انت تثبته او يرهق الموارد بتاعت السيستم بتاعتك بياخد آآ بيانات قليلة متحد الثقائل ان هو من على ده ده بيزيب الشخصية بتاعته فبالتالي مش محتاج ان انت تحدثه ان هو بيبقى واخد الفيروس سيجنيتشر او طواقع الفيروسات تلقائيا من الويب سايت بتاعه بيبقى الو check security لو انت عندك اند فيروس تقدر ان انت تعمل حماية اضافية او امان اضافي من خلال الانترنت بنيجي نتكلم بعد كده على network security او network and connections هو انا ازاي اقدر ان انا اؤمن شبكة الاتصال بتاعتي لازم اعرف the terms of network and recognize the common network types احنا قلنا الشبكة يعني ايه زي ما تكلمنا عليها قبل كده في مادة الwindows network is a group of computers connected with each other through a wired or wireless connections هي مجموعة من اجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها البعض سواء اتصال سلكي او لاسلكي the network can be small comparing the only of only two computers يعني شبكة صغيرة موصلة بس اتنين كمبيوتر او large such as the internet او ضخمة جدا بتبقى زي الانترنت ببقى في انواع عندي من الشبكات اللي بقدر اوصل بيها الاجهزة بتاعتي زي الان والدابليو لان والوان والفي بي ان الان اللي هي ال local area network او الشبكة المحلية السلكية local area network الشبكة المحلية هي بتقدر تربط بيها مجموعة من الاجهزة في منطقة جغرافية محددة زي مكتب مستشفى مدرسة عمارة الكلام ده كله بنيجي بعد كده للوائلس local area network الشبكة المحلية اللاسلكية واللي هي بقدر هي هي نفسها الشبكة اللان بس بقدر ان انا اوصل اجهزة بدون اسلاك يعني تبقى منطقة جغرافية محدودة بس بدون اسلاك بقدر انا اوصل الاتصال ما بينهم عن طريق موجات الراديو او الشيعة تحت الحمراء اللي هي زي الوائلس اللي هي الموجات الواي فاي بعد كده عندي الوايد ايريا network اللي هي الوان ان انا بربط بقى مناطق جغرافية ببعضها زي محافظات ببعضها او دول ببعضها وبعزز الاتصال ما بين المناطق دي عن طريق الكابلات ان انا بمد كابلات بحرية او عن طريق اعمار الساتلايت الاعمار الصناعية عشان اقدر اعزز الاتصال ما بين الشبكات دي وبعضها بفيه عندي اخر نوع virtual private network vpn الشبكة الافتراضية ودي اللي ظهرت او ابتدى الناس تسمع عنا لكن ايه موجودة من زمان اللي لما ييجي يقولك انا شغال working from home انا شغال من البيت فاكيدة لما هشخلي الموظف بتاعي يشتغل من البيت مش همدله اكسس بوينت عشان عززله اشارة الواي فاي او امدله اسلاك من الشركة البيت فانا بعمل شبكة افتراضية عشان اربط الجهاز بتاعه اللي موجود في البيت بالشبكة اللي موجودة في الشركة ويشتغل كأنه موجود في الشركة بالزبط التهديدات اللي ممكن تصيب الشبكة بتاعتي زي المالوير الفيروسات الضارة او الملفات الضارة اللي ممكن تصيب الشبكة وبتقدر تصيب طالما ان هو هاجم كمبيوتر واحد بس في الشبكة ويتمكن منه قدر ان هو يوصل لبقية الاجهزة اللي متصلة بالشبكة بسهولة الوصول غير المصرح به للبيانات واللي بالتالي بيقدر لو انت سبت الجهاز بتاعك مفيش باسورد مفيش امان سبت الجهاز بتاعك مفتوح يقدر اي حد يوصل للبيانات بتاعتك قصد بقى الضارر او السرقة بيقدر يعمل اللي هو عاوزه يعني لزيادة الامان انت لازم مع الباسورد كبان ان انت بتبقى عامله ليه جهازك ان انت تعمل تشفير للبيانات بتاعتك عشان مفيش حد يقدر يوصل لبيانات دي مرة تانية Understand authorization of accounting monitoring and installing relevant security يعني الأمان بتاع الشبكة والمرأبة للشبكة من خلال مسؤول الدعم الفني Assigning user account and password هو اللي بينشئ username والباسورد اسم المستخدم وكلمات المرور Establishing security access levels هو اللي بيحدد صلاحيات الأكاونتات دي يعني لو عندي أكتر من موظف فاللي بيشوفه موظف الـ HR مش زال لي بيشوفه أو بيقدر الملفات اللي بيوصل لها الـ HR مش زال لي بيوصل لها الملفات بتاعت الحسابات وهكذا وما ينفعش يطلعوا على الملفات الخاصة بالقسم الآخر Allocating storage space هو اللي بيحدد المساحات والتفاصيل الخاصة بالتخزين وأجهزة التخزين كمان Watching for an authorized access بيتابع التفاصيل الخاصة بالوصول غير المصرح ليه ومين بيحاول يوصل لما كان مش المفروض إن هو يوصل له وبيتابع الفيروسات زي Trugon horse والملفات الضرب تبقى موجودة بيعمل الاعدادات والأجهزة وتوصلات الأجهزة والبرامج وأنظمة التشغيل زي الويندوز بيثبت الاعدادات دي كلها وزي اللي بيصل للبرينترز بيخلي البيئة جاهزة للعمل بيتأكد من تفاصيل الحماية وبيفعل شبكات ال VBN وبوابات الدخول عشان يقدد يربط الموظفين بشغلهم لهم بيشتغلوا من أماكن بعيدة الاثنتيكيشن أو تحديد الهوية وبتبقى أكتر من طريقي أما باليوزر نيم أو الباسورد أو بالبيومتريك المقاييس الحيوية اللي بالتالي بيبقى ماينفعش إن هي تتشابه من شخص لآخر زي الفينجر برينت اللي هي بصمة الصبع الريتن باترن اللي هي الرسم التوضيحي الهارد رايتنج الستايل الإمضاء الويس باترن اللي هو النمط الصوتي وهكذا الاثنتيزيشن إن أنا بتأكد إن الشخص ده هو الشخص المصرح لي إنه هو يطلع على البيانات الموجودة في الأكاونت ده من خلال الطرق المختلفة زي اليوزر نيم والباسورد أو المقاييس الحيوية اللي هي بصمة الصبع العين الوجه وهكذا الأكاونتنج إن هو بيبتدي بقى يعمل مونيتور على الشبكة ويبتدي يشوف مين عمل تسجيل دخول ومين عمل تسجيل خروج من بيحاول يخش في منطقة مش مصرح لي إنه هو يخشها التهديدات اللي ممكن تواجه الشبكة أثناء عملها بيبتدي إن هو يعمل التحديثات والبرامج الأمان المختلفة عشان يأمن الشبكة وزي ما قلنا من شوية إن هو بيتابع الحركة في الشبكة عشان يقدر إن هو يشوف لو في أي حاجة خرجت عن المألوف يتصدلها ويحمي الشبكة بتاعته أي بقى تهديدات بتخش أو ملفات تجسسة أو تجسس أو فيروسات بيبتدي إن هو يتعامل معاها بكل سهولة طيب بنيجي نتكلم على الفايروول أو جدار الحماية والمحدوديات بتاعته احنا قلنا قبل كده إن جدار الحماية هو الجهاز أو البرنامج اللي بيعمل عملية الفلتريشن أو التصفية لأي حاجة جاية من الإنترنت وبيبتدي إن هو يبعدها طيب المحدوديات بقى يعني ما قدرش يمنع التهديدات الداخلية من الأشخاص المتصلين من جوة الشبكة يعني لو أنت عمل باسورد ضعيف مش هيجي يقولك أمن الباسورد بتاعك أو هو يأمنه لك مش هيحصل كده غيرما الباسورد بتاعك ضعيف هتختارك بسهولة لو بيحصل عليك أي هندسة اجتماعية أو احتيال مش هيخش يقولك خلي بالك انت مفوت تكون اديوكيتد أو متعلم وعارف المواضيع دي كلها لو في حد من جوة الشبكة بيفتح موقع دار مش هيقدر إن هو يمنعه يعني بيبقى في نقطة واحدة لمرور كل البيانات والنقطة دي ممكن يحصل لها اختناق لو البيانات زادت عليها فيحصل ضرر وفقدان الاتصال بالإنترنت بفعل الفايرول إزاي أو أقدر إن أنا ألغيه بروح على الكنترول بانل وبقدر أخش على system and security وبعد كده هتلاقي هنا في الفايرول windows defender firewall بتقدر إن انت تعمله ال low أو advanced setting أو change windows defender أو هنا بتبقى ال advanced setting إن انت تقدر تعمله on or off عشان تقدر تشغل أو تقفل الفايرول بتاعك ده بالنسبة للفايرول عشان نقدر إن إحنا نشغله أو نقفله لو إحنا محتاجين حماية إضافية للجهاز بتاعك بنيجي نتكلم بعد كده على wireless security ال wireless security إن إنت لما ابتدت ابتدنا نستخدم ال واي فاي عشان يقدر نتصل بالإنترنت كان أول حاجة في تأمين ال واي فاي اللي هي ال WAB وده كان إن هو بيعمل حزم أو حزمة مفتاح تشفير للبيانات كلها مرة واحدة مفتاح فك تشفير للبيانات كلها مرة واحدة وده بقى قديم وبقى سهل الإختراكه بكل سهول عشان كده بقى إنا بنقدر في إعدادات الروتر إن إحنا نعدل على التأمين بتاعها ونختار ال واي فاي protected access اللي هو ال WPA وده اللي بياخد كل حزمة لوحدها ويشفرها ويقدر إن هو يبعتها ويستقبلها عشان يدي حماية أكتر بس برضو بقى في تهديدات عليه فعملوا له فريموير upgrade عشان نوصل ال واي فاي protected access 2 WPA2 وفيه منه العادي وفيه منه ال enterprise اللي هو ال personal وال enterprise ال personal اللي هو الشخصي وال enterprise الخاص بالشركات وده بيعمل زيادة تأمين لحزم البيانات المرسلة من خلال ال واي فاي بتاعك لكل حزمة بيعمل مفتاح تشفير وفاك شفرة فبالتالي والحاجات دي بتتغير بكل فترة فبالتالي بيعمل أمان على اتصال ال واي فاي بتاعك طبعا فيه بيقدر ان هما يختاركوه اه بيقدر ان هما يختاركوه عشان كده بيبقى فيه عندنا تأمين اخر زي service set identifier ال SSID اي واي فاي انت بتعمله setup لازم تعمله اسم للشبكة وبقى بقى من 32 characters اللي هو الحروف يعني او رموز وبالتالي بيبقى اسم الشبكة بتاعتك انت تقدر تعمل hide للشبكة دي من الاعدادات الروتر بتاعتك وبالتالي اي حد عاوز يتصل على الشبكة دي لازم يعمل عليها search يكتب اسمها وبعد كده password ونوع الحماية بتاعها اللي هو WBA على WBA2 وبعد كده بتقدر ان انت تتصل عليها جدا بس برضو مش مدي نسبة الامان 100% عشان كده عندنا الmedia access control mac والmac address ده بيبقى رقم خاص بجهاز الكمبيوتر او بالتليفون بتاعك رقم فريد من نوعه ما ينفعش ان هو يتكرر مع اي جهاز تاني وبيبقى عبارة عن mixed ما بين الحروف والارقام بالشكل ده زي 48-3D-0A7103CB ده بيبقى رقم mac address مثلا طيب الماك address ده بيبقى فريد من نوعه احنا قلنا ما ينفعش ان هو يتغير او يتشابه مع اي جهاز اخر فبالتالي انت تقدر تضبط اعدادات الراوتر ان تقول له لو انا مثلا عندي خمس اجهزة في البيت اثنين كمبيوتر وثلاثة تليفون فقدر ادخل ارقام الماك address بتاعت الخمس اجهزة دي بس فبالتالي مفيش حد هيتصل على الشبكة دي غير الخمس اجهزة دول بس لو جهاز سادس لو عمل ايه مش هيقدر ان هو يتصل على الشبكة دي نهائيا ولو فيه انت حد حصل ان هو يتصل على الشبكة بتاعتك في التشفير العادي بتبص على اعدادات الراوتر من صفحة الراوتر بتلاقي الرقم الماك address بتاعه بتعمله بلوك بالماك address ده لو عمل ايه مش هيقدر ان هو يتصل على الراوتر مرة تانية خلاص كده تعمله بلوك بالماك address مش يقدر يخش مرة تانية طيب التهديدات اللي ممكن تحصل ليه الشبكة زي ايه network hacking اي اتصال بيحصل مع الانترنت بيبقى ليه حاجة اسمها معرف جلسة او session id والsession id ده طول ما انت متصل بالانترنت هو معاك قفلت بيبتدي يتغير ال session id مرة تانية ال network hacking او اختطاف الشبكة بيعمل ايه بيخش برحواخد session id ده وينسبه لنفسه بقى هو المتحكم هو ال admin في الخاص بالاتصال الانترنت ده بيبقى ليه كل الصلاحيات بيقدر يعمل بيها اي حاجة على الشبكة زي ما هو عاوز معنى ان the middle كلمنا عنه من شوية وهو شخص بيحط نفسه في النص عشان يعترض الاتصالات الصادرة منك والوردة ليك فبالتالي اي email انت هتبعثه اي رسالة هتطلع هتعد عليه هيقراها بقصد بقى ان هو يعدل فيها او يسرقها واي حاجة دخل عليك هيقراها بقصد ان هو يعدل فيها او يسرقها عشان كده دايما بنقول شفر المرسلات بتاعتك عشان لو عدت على ال man in the middle او رجل في الوسط ده مش هيقدر ان هو يعمل اي حاجة ومش هيفهم الرسالة دي بتتكلم عليه بنجينا بعد كده بنتكلم على حاجة في التليفون اسمها personal hotspot او نقطة الاقتصال الشخصية ان انت تحول التليفون بتاعك لراوتر ويقدر ان هو يوزع انترنت للاجهزة اللي حواليه بتبقى مفيدة جدا بس ليها عيوب العيب الاولاني ان اي جهاز هيقرا تليفونك مش انه اتصال بيانات اللي هو data connection اللي هو الباقة بتاعت التليفون المحمول هيقراه ان هو راوتر فهيستخدمه لانه راوتر يعمل تحديثات يعمل download فبالتالي هيخلص الباقة بتاعتك بسهولة ويقدر كبان اي حد يتصل على ال hotspot بتاعتك ويقدر ممكن يعمل اختراك للكمبيوتر بتاعك عشان كده دايما خليك حذر مين بيحاول يتصل على الانترنت من خلالك ال access control ازاي ان انا بقدر اعمل access control على الشبكة او على اي جهاز اخر بيبقى فيه عندي اكتر من طريقة زي اول حاجة زي ال username وده بيبقى حاجة فريدة من نوعها او unique sequence of characters ارقام وحروف فريدة من نوعها عشان تحدد شخص واحد بس يعني انا عملت account باسم مينة يبقى هيبقى باسم مينة بس لو جيه حد تاني باسم مينة لازم هيزود رمز او رقم او حرف او اي حاجة تانية على الاسم ده عشان ياخد برضو مكان على السيرفر التخزين خاص به هو فقط وطالما عملت username لازم يكون معاها password والباسورد هو مجموعة من الارقام او الرموز او الحروف عشان تقدر ان انت تعمل تسجيل دخول بتقدر ان انت تعمل تسجيل دخول على الشبكة personal accounts الحسابات الشخصية بتقدر ان انت تعمل تسجيل دخول على الشبكة بتديلك اكتر من طريقة للحماية ممنوع ان انت ما ينفعش ان انت تسيف الباسورد بتاعك على الكمبيوتر هيبقى سهل ان اي حد يوصل له ما ينفعش ان انت تكتبه في ورقة ما ينفعش ان انت تستخدم simple password ولازم يكون الباسورد بتاعك اكتر من 8 characters capital و small ورموز وارقام وما ينفعش يكون اهل من كده او يبقى ارقام بس او حروف فقط ال pin number او numeric password وده اللي بنستخدمه مع مواقع كتير او حتى بنستخدمه في مكينات ال ATM وده بيبانوه من تأكيد الحماية ان انت لما بتيجي تستخدم مكينة ال ATM مثلا انت بتدخل ال credit card بتاعتك في المكينة وبعد كده بيطلب منك المستوى التاني من الحماية ان انت تدخل الباسورد ال pin number او الباسورد اللي بيبقى مكون من اربع ارقام وبيبقى مستويين من الحماية بيبقى فيه عندنا التشفير وزي ما اتكلمنا عليه بيبقى فيه التشفير باستخدام كود عام يعني اي حد يشفر بس الشخص بس هو هو اللي معاه مفتاح فك التشفير او بتبقى ان انت بتبعت مفتاح فك التشفير للاشخاص المعنيين وبتشفر البيانات وتبعتها هما بيبقى معاه مفتاح فك التشفير عشان يقدروا يطلعوا على البيانات بيبقى فيه عند multi-factor authentication ان انا بقدر اعمل اكتر من طريقة للحماية زي ان انا مثلا على الفيسبوك بدخل يوزر نيمو الباسورد وبعد كده بيروح بعيتلي باسورد بينتهي لمدة 30 ثانية او ديئة بيبقى limited time عشان تقدر ان انت يوصلك على التليفون فتقدر ان انت تعمل تسجيل دخول به طيب فايدته ايه ان لو حتى حد وصل وسرق اليوزر نيمو الباسورد بتوعي هيجي عند الخطوة دي هيطلب منه ال pin number اللي بتبعت في رسالة فده هيوصل على تليفوني فهو هعرف ان فيه حد اختارك الاكاونت بتاعي مش هيقدر ان هو يفتحه فقدر اغير اليوزر نيمو الباسورد وامن الجهاز بتاعي اللي هو اللي احنا نتكلم عليه اللي هو ال one time باسورد اللي هو بيبقى فعال لمدة 30 ثانية او دقيقة وبيوصل عن طريق الاس ام اس او بيبقى فيه اجهزة بتعمل عملية توليد للباسورد دي بيطلع لك باسورد وبينتهي في خلال 30 ثانية او دقيقة بيبقى فعال لمدة سيارة عشان لو بيع في ايد حد بيبقى مدته انتهت مش هيقدر ان هو يستخدمه ولو طلبت انت باسورد هيتبعت لك واحد جديد طب وانا ليه بعمل اكاونت على النتورك عشان امن الحساب وامن البيانات الموجودة على الشبكة وحدد الصلاحيات ما مش اي حد يقدر يفتح الملفات الموجودة على الشبكة بيبقى الكسم ال HR الملفات الخاصة به لكسم الحسابات الملفات الخاصة به وهكذا طيب لازم يكون فيه طبعا احنا قلنا اكاونت النتورك لازم يكون فيه يوزر نيمو باسورد طب انا او خلصت بقى التعامل مع الاكاونت الخاص بالنتورك هعمل ايه لازم اعمل لوج اوت لان احنا اتفقنا لو قفلت من الاكسا او سبت الجهاز ومشيت هيفضل شغال فبالتالي اي حد هيقعد هيفتح الاكاونت مرة تانية فلازم اعمل لوج اوت او لوج اوف من الجهاز عشان خاطر اقفل الحساب بتاعي عشان لو فيه حسابات اخرى واي حد يجيه قعد مكاني يفتح الحساب الخاص به هو مينفعش يفتح الحساب بتاعه طيب بنيجيني اتكلم بعد كده على البايومتريك والبايومتريك بيبقى فيه اكتر من طريقة وهي المقاييس الحيوية اللي بتستخدم عشان تميي الشخص عن اخر وبتبقى دايما حاجة ماينفعش انها تكرر ما بين شخص واخر زي بصمة الصباعة بتبقى حاجة فريدة من نوعها خاصة بيك انت ماينفعش انها تكرر مع شخص اخر الاي سكاننج زي مسح الكزاحية والشبكية الكزاحية نهو بيجيب المكان خلف بقب العين وبيبقى من 60 سنتي وبعد كده بياخد لقطة للعين لكن الشبكية نهو بياخد الباترن للخطوط اللي موجودة جوه قاع العين وبيصلت ضوء بتبقى صعبة جدا لانه بيصلت ضوء لمدة 10-15 ثانية على العين وده بيبقى مزعج جدا والاشخاص اللي بيبقى عندهم اعتهم في عدد السلعين بيبقى عندهم مشكلة في استخدام المقاييز دي طيب في عندنا بعد كده الفيس ريجنيشن بصمة الوجه ودية ان بيبتدي يعمل خوة رزمية بياخد مكان عظام الوجه ويبني حاجة فريدة من نوعها بتبقى خاصة بيك انت والفويس ريجنيشن انه بياخد نمط الصوت بتاعك ويسجله عشان تقدر تفتح الاكاوند ده بصوتك والهاند جيومتري انه بياخد برضو خوة رزمية كده لاليد بتاعتك الكاف في اليد ويشوف الفصلات ما بين العقلة والعظم والعظام بتاعت كاف في اليد عشان يبني خوة رزمية تبقى خاصة بيك انت وما ينفعش ان هي تذكره طيب بنيجي نتكلم على الباسورد منجمنت وازاي ان انا اقدر اعمل باسورد قوي اول حاجة don't share your password with other users الباسورد ده حاجة خاصة بيك انت ما ينفعش ان انت تشاركها مع اي شخص اخر don't use words in the dictionary or easily guessed like password such as password let mine access متستخدمش كلمات سهلة ممكن اي حد يتوقعها زي ان انت تعمل باسورد بتاعك كلمة password let mine او access ده بتبقى سهلة جدا ان اي حد يتوقعها غير الباسورد كل ستين يوم عشان لو في حد بيعمل هاكينج عليك بتخليه ان هو يعيد من الاول use password at least 8 characters in length لازم يكون اكتر من 8 حروف لازم يكون mixed بين capital و small وحروف وارقام ورموز اللي هي non-alphabetic characters لو في عنده خلاص انت هتكتب كلمة شيل الحروف اللي هنفع تتشال وحط بدلها ارقام شبيهة يعني لو انت بتستخدم hello شيل the e وحط for والl وحط واحد والo وحط zero use different password of every different accounts لو عندك facebook twitter instagram خلي يكون في باسورد لكل account ما ينفعش كل الاكاونت بتاعتك تبقى بباسورد واحد حسن لو حصل لقدر الله فيه اكاونت وقع منهم اتهاك عليه يبقى بقية الاكاونت محمية ما يبقاش كلهم بنفس البسورد هيجرب نفس البسورد مع الباقي هيفتحهم عادي جدا بيبقى في بعض البرامج اللي بتقدر ان انت تسيف عليها البسورد بتاعتك وبتقفل البرنامج ده من برا ببسورد كبير فبالتالي بتبقى تأمن البيانات بتاعتك بالداخل المزايا بتاعته هو بيشتغل عن طريق ال usb flash drive مش بحتاج ان انت تعمله install بيقدر ان هو يشفر البيانات بداخله فبيأمن البيانات بصفة كبيرة جدا البسورد بتاعتك بتاخد البسورد عن طريق copy paste مش محتاج ان انت تكتبهم فبيحميك من keystroke logins اللي هو تسجيل ضربات المفاتيح بيعمل generating random complex password يعني هو بيولد لك بسورد قوي تقدر تاخده copy paste ومش بحتاج ان انت تحفظه فبالتالي بيعمل لك بسورد قوي جدا المحدوديات بتاعته ان انت بتبقى كل المعلومات الحساسة بتاعتك متخزنة في مكان واحد لو حد عمل هاكينج وكشف البسورد بتاع البرنامج قدر يوصل لكل معلوماتك بكل سهولة لو هو بيولد بسورد ضعيف فبالتالي هيبقى سهل ان هو يتم باختراكه بسهولة ان انت تعمل برنامج زي ده بيخالف الprocess بتاعت ان انت تعمل بسورد قوي اللي ان انت already من اسياتها ان انت ما ينفعش تكتب بسورد فانت كده خلفت الاسيات وكتبت البسورد جوه برنامج secure web use البراؤزر settings انا فيه اعدادات بقدر اعملها في البراؤزرز بتاعتي او المتصفح بتاعي عشان اقدر ان انا اقمن استخدامي للانترنت اول حاجة عندي auto complete او الاكمال التلقائي يعني ايه يعني انت انا بتيجي تستخدم اي متصفح وتيجي تكتب اي username و password بيبتدي ان هو يكمل لك بقية ال username و password عادي جدا طيب على الجهاز بتاعك تمام طيب على الجهاز خارجي ما ممكن يكمل ال username و password و ممكن يكمل اي حاجة انت كنت بتستخدمها لبانك اكاونت مثلا المعلومات البنكية فبالتالي يسرق البيانات بتاعتك طيب بلغي الاكمال التلقائي ازاي عشان اقدر اعمل نفسي بروح على tools في الانترنت explorer طبعا عشان الامتحان tools internet options وبعد كده بروح على content بلاقي هنا في حاجة اسمها ال auto complete بادوس على settings وبلغي ال auto complete اللي موجود بالشكل ده واهمها طبعا ال username and password inform اللي في النمازج ال username و password اللي في النمازج بالشكل ده بادوس اوكي اوكي فبلغي الاكمال التلقائي بالكامل عشان ما يقدرش يعمل لي اي مشكلة طيب بنيجي بعد كده محفوظات الاستعراض احنا عارفين ان اي متصفح بيسجل البيانات بتاعتك بكل سهولة اي موقع انت زورته اي username و password اي حاجة انت بتعملها بيخزنها فبالتالي امسح الحاجات دي زي عشان مفيش اي ملف تجسس يخدها او اي حد يعرف انا بفتح مواقع ايه او يعرف username و password بتوعي بروح على tools internet options بلاقي هنا فيه browsing history بدوس على delete باعلم على كله بالشكل ده وبعد كده لو قال لي delete all browsing history يعني وقال له delete وبعد كده اوكي فانا مسحت كل browsing history اللي موجودة عندي ده كده عشان اقدر ان انا امن استخدامي للانترنت secure browsing ازاي اقدر ان انا اتصفح الانترنت بطريقة امنة ولو انا عايز اعمل عملية شراء او اتصفح المعلومات البنكية بتاعتي اتاكد ان الموقع دوت موقع انترنت امن فاقدر ان انا طبعا اهم حاجة لازم يكون ان الموقع دوت اه فيه علامة الاس والافل ان هو التش تي تي بي اس عشان يبقى secure او يبقى امن واقدر ان انا استخدمه عادي جدا طيب الفيشنج او spoofing identified and malicious software هنا بيقولك ازاي تتاكد ان الموقع الالكتروني ده امن click around the site يعني اتحرك كده في السايت وشوف هل المعلومات اللي موجودة في الموقع دوت بتدل على الصور ولا لا ولا الاتنين ما اللي همش علاقة ببعض عشان هو ممكن يكون حطت صور اي كلام عشان بس ان هو يجذب الشخص ده ان هو يحتال عليه ودايما في اخر الصفحة كده بص على الاباوت والسايتماب الاباوت اللي فيه معلومات عن الموقع والسايتماب اللي بيقولك ازاي تتحكي اتتحرك فيه الموقع ده لو مش شغالين او مش موجودين يبقى الموقع دوت غير امن طيب اتاكد من او الموقع دوت التحديث بتاعه دايما بتنزل تحت كده في اخر الموقع تشوف تاريخ التحديث بتاع الموقع ده لو قديم قوي او ما فيش تاريخ تحديث يبقى ده كده مشكلة والصفحة دي معمولة عشان تستهدف الناس وتحتال عليهم اعرف انت وصلت للموقع ده ازاي هل انت فعلا اصد الموقع ده ولا انت عن طريق الضغط على اي هايبر لينك او اي لينك تاني رح نقلك على الموقع دوت وانت مش عارف انت وصلت له ازاي perform who is look up to determine if the site is fake اخش على who is ويكتب اسم الموقع وهو الموقع ده هيديلك تقرير عن الموقع ده وتقولك الموقع ده فيك ولا لا use contact information اتسأل بمعلومات الاتصال عشان تتسأل عن الموقع ده وتعرف هو فيك ولا لا ولو المعلومات الاتصال دي الارقام مغلقة او غير متاح او ما بيردش في وقات العمل الرسمية يبقى ما تصقش فيه الموقع ده نهائيا فرفيزة the website payment page uses secure socket layer الاس اس ال زي ما قلنا بتبقى الاتش تي تي بي اس لازم علامة الاس دي بتبقى موجود عشان اتأكد ان الموقع ده موقع الالكتروني امن خد اللينك ده كده وحطه paste قبل الموقع يعني قبل اسم الموقع يعني www.google.com لا اخد اللينك ده وحطه قبل اسم الموقع قبل www.facebook مثلا ودوس انتر هتلاقي جوجل بيطلع لك تقرير مفصر عن الموقع ده ويقولك هل هو امن ان انت تستخدمه ولا لا بنيجي بعد كده بنتكلم على understand the term of farming او تزوير العنوين طيب خلينا متفقين الاول ان الكمبيوتر ما بيفهمش اللغة اللي احنا بنتكلم بيها بدايما بتعامل باللغة الزير والواحد ودايما بتعامل باللغة الارقام طيب لو انت جيت قلت للكمبيوتر انا عايز افتح موقع امازون وكتبت له www.amazon.com هو مش هفهم انت عايزيه عشان كده فيه برنامج اسمه dns دايما بيوفر ال isp او الانترنت service provider او مزود الخدمة طيب ال isp بيوفر dns ال dns وظيفته ايه بياخد اسم الموقع منك ويحوله في سيغة اسمها ip address بالشكل ده عبارة عن تلات ارقام دوت تلات ارقام وهكزا بيبقى 255.251.242.54 كل الارقام دي ال ip address ده بيضل على موقع امازون فبالتالي بيروح محوله الارقام كده ويروح مديل مين مديل الكمبيوتر عشان يفتحه الكمبيوتر او ما بيشوف ال ip address بيبتدي ان هو يفتح موقع ايه امازون انت مش هتقدر تحفظ ال ip انت بقى ارقام كتيرة واحنا بنستخدم ملايين المواقع وكبان انت بتحفظ الاسم بالزبط فعشان كده لازم يكون ال dns ده هو اللي بيعمل عملية transformation او التحويل ما بين لغتك للغة الكمبيوتر في بعض الفيروسات بتروح دخلها عاملة تزوير للعناوين تخش تلعب في برماجد ال dns عشان يغير العناوين ال ip address دي فبالاول ما تكتب امازون ويخش على هناك يرح مدي لك موقع تاني خالص ممكن يبقى شبيه ممكن ما يبقاش شبيه ودايما بيبقى مواقع فيها برامج ضرة او فيروسات او حتى ملفات التجسس طيب بنيجي نتكلم بعد كده understand the function of types of content control with software زي like internet filtering software والparental control bar انا لما بيكون عندي موظفين بعمل حاجة اسمها internet filtering software ده بيعمل عملية تصفية للانترنت بيبعد المواقع الضرة واقدر احجب بي اي مواقع انا مش عاوز الموظفين بتوعي يفتحوها فبالتالي ينشغلوا عن الشغل بتاعهم فبقى اختار برامج ال internet filtering software او برامج تصفية المحتوى عشان اقدر امنع عنهم المحتوى الضار والمواقع الضرة وامنع عنهم المواقع اللي انا مش محتاج افتحها اثناء الشغل وفي عندي برضو ال parental control bar وده برامج المراقبة الابوية ان انا بقدر اعمل user account من خلال الجهاز الكمبيوتر بتاعي واحدد السن ان هو صغير ودي تصنيفات بحيث ان هو يربط اكاونت بتاع الاب في الاكاونت ده ويبتدي يعمل monitoring اقدر احدد ساعات يقدر الطفل يقعد على الجهاز فيها ساعتين في اليوم مثلا يمنع عنه المحتوى الضار الاعلاعاب العنيفة المواقع الغير لائقة يبعد تقرير عن استخداماته اه يقدر يسجل هو بيعمل ايه على الانترنت عشان اقدر ارائب المحتوى بتاع الطفل بتاعي ولانا بألعب لعبة عنيفة اقدر ان انا امنعها عن الطفل بتاعي وبيدي تصنيفات للالعاب زي ده اللي بيدي ايه بتبقى الالعاب دي A for everyone T for teenager مراعقين M for mature or mature plus 17 لو ما الناس بيبقوا اكتر من 17 سنة بنيجي نتكلم بعد كده على communication او الايميل والpurpose of encrypting او decrypting ايميل زي ما اتكلمنا قبل كده فوق في الكتاب احنا لازم نشفر الايميلات بتاعتنا عشان نقدر نأمن الرسائل بتاعتنا عشان لو عدت على حد ميقدرش ان هو يفهم اي حاجة من الرسالة دي اقدر لازم اعمل digital signature وهو توقيع رقمي او شهادة موثقة كده بتتحط على الايميل عشان لما ابعت الايميل ده لاي شخص يقدر يعرف ان الايميل ده جاي مني انا وموثق مفيش اي حد استخدم الايميل بتاعه وبعت رسالة من ورايك طيب اللي دايما بيحصل ان الايميل بيبقى فيه خدمة زكاء اصطناعي وخدمة الزكاء الاصطناعي دي بتعمل عملية فلترة للرسائل واي رسائل بيبقى فيها مشاكل او تهديدات بتنزل على طول في الفولدر ده اللي الميل بيبتدي يدي لك تنبيه ان الرسالة نزلت جوه دي فيها خطر او جايز يكون فيها دهدير فخلي بالك بيبقى فيه تصيد من خلال الايميل زي ان هو يبعت لك لينك يطلب منك تحديث بيانات لحاجة معينة زي ان هو مثلا يبعت لك لينك زي ده كده طبعا اللينك ده غير امن لعدة اسباب اولها ان مفيش حرف الاس عشان يبقى سيكيورد ثانيا اي باي ده موقع دفع الايكتروني ايه علاقته بالاديكيشن بافتتوريال اللي هو الحاجات التعليمية فطبعا ده كده هو بيحاول يحط لك ان انت او ما تشوف الاي باي تقول اه ده موقع الاي باي وتفتح الموقع تلاقيه ممكن يكون شبيه للموقع الاصلي فده يعمل لك مشكلة ده خلي جوزي نيمل بس بطوعة خلاص كده اتسرقه وده كده عمل لك مشكلة فزي ما قلنا لازم يكون فيه اله تي تي بي اس علامة الاس دي ولازم يكون علامة الافل دي اللي بتوضح لك الكاردينينتلز بتاعة الموقع اللي هو شهادات التوثيق الويبسايت ايدنتفيكيشن شهادات التوثيق وان هي امت اخصى لها اخر التحديث وتقدر ازاي تتعامل معها بتقدر ان انت تعمل تقرير او تبلغ عن اميلات التصيد او الفيشنجز اللي بممكن توصل على الايميل زي ان انت تعمل توجيه للايميل للي هو اللي هو الفيشنجريبورت ات يو اسر دوت جوف وتبلغهم ان الايميل ده غير امن او ان انت تختار للموقع دوت ان هو تكليك سيفتي وبعد كده تعمل سمارت سكريين فيلتر وريبورت از انساف ويبسايت عشان تبلغ على طول لمايكروسوفت ان الموقع ده غير امن ودايما ان انت ممكن تبعث ميل او تختار ان الميل ده فيشنج او سكام او ريبورت از جونج فبالتالي انت بتبعث تقرير لمايكروسوفت تبقائي ان الموقع دوت غير امن وما ينفعش ان انت اي حد يتعامل معه طيب نجي نتكلم على السوشيال نتورك وممكن ايه التهديدات اللي ممكن تحصل من خلال السوشيال نتورك او ازاي اللي هو يحصل لو كشفت معلوماتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والتوائدر وجوجل بلاس واللانك دي ان بقت في حياتنا بشكل كبير جدا ومنقدرش ان احنا نستغنى عنها ان احنا بنقدر نتواصل مع ناس من جميع انحاء العالم وزملائنا وعيلتنا وبنقدر نتابع بها اخر الاخبار واخر التطورات اللي ممكن تحصل في العالم فبالتالي بيبقى فيه شوية حاجات بيقولك لازم ان انت تتبعها عشان تأمن نفسك من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي زي don't share business or personal confidential information ما تشاركش المعلومات الشخصية او المالية الخاصة بيك configure privacy settings زبط اعدادات الخصية بتاعة الاكاونت بحيث محدش يقدر يوصل للبيانات بتاعتك او تبقى للاصدقاء فقط عشان مفيش حد يقدر يسرق البيانات بتاعتك او ما تبقاش متاحة للناس الغرباء بتوعك try not to add your location ما دايما ما تعملش check in واللوكيشن بتاعك عشان دايما فيه ناس بتتتبع الحاجات دي ممكن يقدر ان هو يسبب لك الضرر من خلالها be careful who you add as a friends or what group or page you join خلي بالك مين بيحاول يضيفك كصديق والgroups والpage اللي بيبقى فيها الاف الناس ممكن يكون فيهم ناس بيبقوا عاوزين يقصدوا الضرر للي حواليهم لازم تستخدم password كوي وبصورد مختلف لكل الاكاونت يعني ما يبقاش كل الاكاونت بتاعتك ببصورد واحد لازم يكون بصورد مختلف لكل الاكاونت موجود عندك be careful when clicking a link another page or running on online applications خلي بالك من اللينكات اللي من صحابك بيبعطوها او بينزلوها على صفحاتهم اللي ممكن ما يكونش هم اللي عاملين الحكاية دي فبالتالي تتعرض للهاكيرز او التجسس من خلالها خلي بالك من الابليكيشن او الجيم اللي بتبقى باستخدام السوشيال ميديا ان دي بياخد تصريح او permission ان هو يوصل للمعلومات بتاعتك وبالتالي ممكن ما تبقاش امنة ويقدر ان هو يسرق بياناتك بكل سؤولة هنا بيوضح لك ان كل موقع زي الفيسبوك مثلا بيبقى ليه اعدادات privacy او الخصية واللي بتقدر تزبطها عشان ما فيش اي حد يقدر يوصل لبيانات بتاعتك زيه زي تويتر بالظبط بنيجي نتكلم بعد كده على السايبر بولينج او التنمر اللي موجود على الانترنت يعني انت بتستخدم الكمبيوتر والانترنت عشان تقدر ان انت تقذي او تهدد او تقل او تشتم شخص على الانترنت او حتى ان انت تتحرش به وطبعا الحاجات دي بقت موجودة كتير جدا على الانترنت وبيبقى فيه حمالات توعية ضد التنمر من خلال الانترنت وطبعا الكلام ده كله بيتم من خلال fake profile عشان ما فيش حد يقدر يعرف هوية المتنمر فيه الجرومينج او الشخص اللي بيحاول يعمل او بناء بيبني establish a friendship بيبني صداقة مع الطفل من خلال الانترنت بقصد بقى التحير عليه او الضرر بيه وهكذا فلازم نوعي الاطفال وخصوص المراهقين ان ما ينفعش ان هو يبني صداقة مع شخص اكبر منه malicious disclosure of personal content الكشف عن المعلومات الشخصية بقصد الضرر زي ان هو يمسك حد ويرح كاشف المعلومات الشخصية بتاعته زي الاسم بالكامل والعنوان ورقم التليفون ويتسببه بضرر ان الناس تعرف المعلومات الشخصية بتاعته ويتعرض لسرقة الهوية او السرقة سرقة البيانات المالية بتاعته false identities ان اي حد ينتحل شخصية حد ويبني page باسمه او صفحة ويبتدي يحتال على الاشخاص من خلال الصفحة دي fraudulent or malicious links content messages the mingle of the internet provide information of all topics يعني الهدف الاساسي للانترنت ان هو يوصل ملايين المعلومات في ملايين المنضوعات بس انت لازم تتأكد من المعلومات دي من اكتر من مصدر عشان توصل للمعلومات دي صح ان بقى في ملايين المعلومات الصحيحة زيها زي الملايين المعلومات الكاذبة والمضللة والمعلومات الخبيصة والضارة اللي ممكن تؤدي الى الضرر او ضرر ان انت ممكن يحصل لك fishing او تصيد من خلال الانترنت طيب انت ممكن تبلغ عن التصرف الغير لائق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي زي ايه comments that use comments اللي هي التصرف الضارة عموما يعني comments that use offensive language or contain personal or culture insult حاجة بيبقى فيها يعني لغة موسيقى او بتحمل ضرر او تهديد او اهانة من خلال الحياة الثقافية بتاعتك او الدينية pornographic معلومات الاباحية والمهينة والمعلومات اللي بتسبب الضرر العنصرية او التهديد الديني او التهديد الجنسي ان انت تعمل posting او تنقل الماتيريال او المواد المفروض انها محمية بموجب قانون حماية الملكية الفكرية بنجي نتكلم على الرسائل الفورية او البرامج اللي بتستخدم voice over internet protocol اللي بتنقل الصوت عبر الانترنت البرامج الانستنت اللي بتقدر تبعث منها رسائل او ايميلات فورية زي الواتس اب الماسنجر الايميل زي الاوتلوك الجيميل الكلام ده كله برامج الفيب اللي بتقدر تعمل منها مكالمات صوتية او مكالمات فيديو من خلال الانترنت زي السكايب والواتس اب والماسنجر واللين والفايبر والكلام ده كله بيبقى فيه تهديدات ممكن توصل من خلال الايم او الفايب زي التروجن والاسم اس مالوير والكلام ده كله انه بيبقى فيه تهديدات ممكن توصل من خلال الرسائل الخاصة بالهاتف او البرامج دي بكل سهولة عشان كده لازم لازم تعمل لها تشفير ما تكشفش عن اسمك بالكامل بيك في الاسم الاول لازم تستخدم انتفايروس يكون متحدث لازم تتأكد ان نظام التشغيل وكل البرامج مدفع على ومعمل لها تحديث ومقفول كل الصغرات اللي فيها لازم تعمل شير للملفات مع الاشخاص اللي انت بتتاصك فيهم فقط لازم تتعلم ازاي تكشف عمليات التصيد الاحتيالي زي ما قلنا الموبايل مالوير ممكن توصل عن طريق الاسم اس عن طريق الابليكيشن ففيه بتهديدات كتيرة فلازم يكون فيه انتفايروس على التليفون عشان يقدر يحمي او يأمن البرنامج ده الابليكيشن برميشن انت لما بتيجي تثبت اي برنامج على جهاز التليفون بيطلع لك صفحة كده ويبتدي يقول لك ان البرنامج ده محتاج بعض البرميشن او الصلاحيات زي ايه؟ Directly call full numbers ان هو هيبتدي استخدم ان هو يتصل بارقام هواتف طبعا ده بيستخدمها البرامج زي سكاي بي جوجل توك الواتس اوب الحاجات دي كلها محتاج ان هو يتصل لو انت هتعمل مكالمة من خلاله Receive and send SMS or MMS البرامج اللي بترسل الرسائل هتحتاج تاخد البرميشن ده Read your contacts البرامج اللي بتبعت رسائل برضو بتحتاج البرميشن ده زي الواتس اوب محتاج يوصل للكنتكتس بتوعك عشان يقدر يبعت لهم رسائل او تقدر تتواصل مع زمالهات Read phone status and identity اي تليفون مكتوب على العلبة بتاعته رقم اسمه IMEI number اللي هو International Mobile Equipment Identify والرقم ده بيدي معلومات عن التليفون نوعه وحالته وسنة التصنيع والامكانيات بتاعته ففيه برامج بتاخد لازم تقرأ الحاجات دي كلها اوقات كتيرة جدا وانت بتستخدم انترنت يجي يقول لك مثلا عشان انت تليفون اوبو في الاكسيسرس دي بتاعتك او تليفون سامسونج الاكسيسرس دي بتاعتك فهو عارف منين معنى كده ان الموقع ده او الفيسبوك ارى IMEI number بتاعك وبيبتدي يوجه لك الاعلانات الخاصة بنوع تليفوني فول انترنت اكسيس طبعا هو محتاج الانترنت عشان لو البنامج ده بيتواصل بيبعث رسالة عن طريق الانترنت لكن لو هو مش بيستخدم الانترنت وطلب البرميشن ده معنى كده ان هو هيبتدي يحط لك ايدز اللي هي الاعلانات فده ممكن يخلص الباقة بتاعتك بكل سهولة طبعا ممكن يقرى اشهادات الاعتماد وبس ببقى اليوزر نيمول باصل بتاعك محمين منه بياخد تفاصيل اشهادات الاعتماد الخاصة بالتليفون طيب الامرجينسي بقى لو حصل ان التليفون بتاعك لقدر الله ضع او اتسرق ايه اللي ممكن انت تعمله عشان تقدر ان انت تحمي البيانات بتاعتك لو انت ايفون هتختار حاجة اسمها lost mood for apple devices ولو انت اندرويد بتختار اسمها اندرويد lost وده دايما بتبقى من خلال الاكاونت ياما لو ايفون بيبقى الاي كلاود او الاندرويد بيبقى من الجيميل ويبقى فيه عندك ثلاثة اوبشنز لو انت متاكد ان التليفون ده موجود في المكان انت فيه في المكتب في البيت بس انت مش عارف فين بتعمل اول حاجة اسمها play sound والplay sound بيشغل صوت من التليفون عشان تقدر ان ان انت تتبعه وتوصل للتليفون بتاعك او بتختار lost mood ويبتدي ان هو يحط لك مكان على الخريطة بس لازم يكون الانترنت والجي بي اس شغالين ويبتدي انت تتبع المكان بتاع التليفون عشان تقدر ان انت توصله مرة تانية او erase the phone او ايفون او erase the phone لو انت فقدت الكدرة ان انت توصل للجهاز ده نهائيا بتقدر تعمله erase بتعمله فورمات عشان تمسح البيانات اللي عليك عشان اللي عليه عشان البيانات ما تقعش في ايد اي حد اخر وتسبب الدرد وطبعا بتقدر كبان ان انت تطلع رسالة على التليفون فبالتالي اي حد ان هو يمسك التليفون فهيقراها بتبقى بمعلومات الاتصال بتاعتك عشان يقدر ان هو يتصل عليك ويقدر ان هو يتواصل معاك ويرجع لك التليفون مرة تانية secure and backup data لازم اامن البيانات بتاعتي وعمل لها backup نسخة احتياطية في مكان بعيد عشان اقدر اامن البيانات بتاعتي عشان لو حصل لو البيانات دي اتسرقت يبقى البيانات بتاعتي متأمنة في مكان اخر طيب ازاي اامن المحتوى كبان اللي بيبقى في الفكسد ديفايس يعني الحاجات اللي بتبقى ثبتة في مكانها location and details لازم اختتخدم use cable locks ان انا اثبت الحاجات دي بكيبلز عشان ما يتتحركش مكانها ما فيش حد يمسكها ويشيلها ويتحرك بيها access control ان القوط بتاعتها تبقى مقفولة عن طريق كارت معدني او password او مفاتيح او اقفال عشان ما فيش اي حد ان هو يقدر يوصل لها مرة تانية ال backup اللي انا بقدر اعمله بيبقى فيه حاجة اسمها regularity او frequency يعني ايه يعني انا لو بحدث البيانات بتاعتي يومي فانا محتاج ان انا اعمل backup يوميا طب لو انا بحدث البيانات بتاعتي اسبوعيا مش محتاج ان انا حدث يومي يبقى خلاص اسبوعيا هيتم التحديث ولو monthly هيبقى كل شهر وبيبقى فيه حاجة اسمها automatic يعني ان انا اول ما بحدث البيانات بيبتدي ان هو ياخد نسخة احتياطية من البيانات تلقائيا ويرفحها على الجهاز بتاعي فيه حاجة اسمها schedule ان انا بحدث له مواعيد معينة للupdate بتاعي فبالتالي او ما بتيجي المواعيد دي بيبتدي ان هو ياخد نسخة احتياطية تلقائيا بيخزن البيانات بقى على cd او dvd او usb flash او على ال cloud على الانترنت او حتى على external hard disk اللي هو hard disk الخارجي دايما اضغط الملفات بتاعتك ببرامج ضغط الملفات زي الarchive او zib بحيث ده بيقلل شوية في المساحة وبيسهل عليك ان انت تعمل backup لبيانات بكل سهولة طيب بعمل backup لبيانات بتاعتي ازاي بروح على control panel بخش على system and security هتلاقي هنا في backup and restore windows 7 عشان تقدر تاخد ال backup او تعمل restore نسخة ال windows على الكرس المحلي عشان تقدر ترجحها كل الاسئلة دي لو بيسأل على ال fire wall بيسأل على ال backup and restore بيسأل على ال bitlooker بيسأل على اي حاجة السؤال بيجي بالشكل ده بيسأل عليه اعمل bitlooker فعل bitlooker او افلها فعل او اغلقه او اعمل استعادة نسخة من الكرس المحلي سي هو بيبقى سؤال نظري انا بختار بس system and security بيعلم عليك كسؤال نظري وخلاص كده بيبقى السؤال بتاعي اتحل مش محتاج اي حاجة تانية ده كان بالنسبة لل backup and restore ده عشان نقدر ان احنا نعمل نخزن البانت بتاعتنا لو حصل لا قدر له اي حاجة فيبقى كده ما يحصلش عندي اي مشكلة واتأكد وانت بتاخد النسخة ان النسخة دي سليمة ما تبقاش متفيروسة انت لو خدتها متفيروسة على ال backup بتاعك وجيت تستعيدها مرة تانية هتيجي بالفيروس فكده انت ما عملتش اي حاجة انت زودت المشكلة بتاعتك عليك لو انت حزفت المعلومات بتاعتك من الويندوز عملت فورمات ليه الويندوز عملت مساحة البيانات بتاعتك من الويندوز او الهارد درايف بتاعك فهي ما بتتمسحش بصفة نهائية اقدر باي برنامج اقدر اعمل استعادة ليه الملفات دي ولو انت على الانترنت على الفيسبوك مسحت صورة مسحت فيديو من على اليوتيوب مسحت بوست من على تويتر فهواتمسح من عندك انت قدامك لكن موجود على السيرفرات بتاعتهم معنا كده ان البيانات اللي موجودة على الانترنت او الويندوز ما بتتمسحش بصفة نهائية بتبقى موجودة برضو عشان كده بيبقى فيه برامج وهنتكلم على البرنامج منهم بتقدر ان انت تتنزله اسمه فايل شريدر عشان يقدر ان هو بيعمل ايه بيعمل اكتر من طبع يعني بينزل بيانات ويمسحها وينزل صور وهمية ويمسحها وهكذا بقى اكتر من طبع لعيس لو حد اشترى الهارد بتاعك او الكمبيوتر بتاعك وجي يسترجع البيانات بتاعت برينامج فايل شريدر ومش هيسترجع البيانات الخاصة نهائية تويب باهدرت احذف البيانات ازاي لو هي ملموسة بقدر عامل زي ان انا قسر ال عشان اقدر ان انا احذف البيانات من على الهارد ديسك زي بلنامج فالشريدر اللي احنا لسه متكلمين عليه وهنشوفه كمان شوية في بقية الكتاب وبنكمل بعد كده في الجزء الخاص بالسايبر سيفتي واول حاجة بنتكلم عليها هو ايه اللي انا اقدر اعمله كمسؤول دعم فني عشان اقدر احافظ على المعلومات الشخصية اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر اول حاجة انت لازم تثبت برامج الحماية عشان تصد هجمات المهاجمين زي الهاكرز يعني وهجمات الفيروسات لازم تخلي البرامج كلها متحدثة لازم ان انت تحذف محفوظات الاستعراض الهيستري بتاعت المتصفحات بتاعتك ملفات تعريف الارتباط بصفة مستمرة عشان ما يحصلش اي تتبع على الجهاز بتاعك مفيش ابدا ان انت تشارك كلمات مرور مع اي شخص ايا كان خليك حريص وانت بتفتح اي ملف مرفق في الايميل بتاعك دايما لازم تعمل باك اوب للفايل والدوكمنت وعلى اجهزة خارجية زي الفلاشة الكارت الميموري الهارد ديسك الخارجي الاجهزة دي كلها عشان تأمن البيانات بتاعتك لو حصل لقدر الله اي هجوم والبيانات دي تلفت فانت يكون معك نسخة احتياطية في اي مكان اخر لازم ان انت تنزل او تمنع تنزيل البرامج من المواقع غير الموثوق فيها عشان ما ينزلش في الخلفية اي فيروسات او اي ملفات تجاسس تقدر ان هي تأذي البيانات بتاعتك ايه اللي انا بعمله عشان اقدر انتأكد ان الشخص ده هو المصرح ليه هو الشخص الموثوق فيه ان هو يقدر ان هو يشوف البيانات اللي موجودة على الاكاونت او على الحساب ده اول حاجة بيكون عندي اكتر من طريقة زي التو فاكتر اوثنتيكيشن التوكن السمارت كارد كاردز البايومتركس يعني ايه يعني اي نظام تأمين بتكون من ثلاث عوامل something you know knowledge يعني حاجة انت بتبقى عارفها something you have حاجة انت بتمتلكها something you are حاجة بتمثلك انت ما ينفعش ان هي تتكرر مع اي شخص اخر حاجة something you know زي الباسورد البين كارد date of birth تاريخ الميلاد name of your mothers او اسمي الجد من جهة الام زي ما كان بعض شركات الاتصالات بتعملها something you physically have includes زي الاتم كارد حاجة انت بتمتلكها زي الاتم كارد السمارت كارد سيكوريتي توكن زي الكروت المغناطة اللي ممكن تفتح ابواب سيكوريتي والكلام ده كله something you are حاجة بتمثي لكم انفعش ان هي تتشابه مع اي شخص اخر زي البيومتريكس او العوامل الحيوية زي بصمة الصباعل بصمة الوجه او الفويس برينت بصمة الصوت لو جينا مثلا ادينا مكنة الاتم كمثال زي ما اتكلمنا عليها من شوية ان انت بتكون معاك حاجتين من عوامل المصادقة ديه اول حاجة كارد الاتم اللي انت بتستخدمه في المكينة تاني حاجة البن كود او الرقم البن السري الرقم من اربع ارقام اللي انت بتدخله على مكينة الاتم اسمها two factor authentication سنائية العوامل للتأمين بنيجي نتكلم بعد كده على السيكوريتي والباك اوب واحنا عملين نتكلم قبل كده ان احنا لازم نخزن البيانات بتاعتنا احتياطيا في المكان بعيد على اجهزة خارجية طب الاجهزة اللي احنا اتكلمنا عليها زي السي دي واليو اس بي فلاش والاكسترنل هارد درايف والدي في دي والكلام ده كله هي مسيحتهم بتابع عامل ايه عشان خاطر ان انا اشوف الجهاز المناسب لبياناتي واقطر ان انا استخدمه لو جينا اخدنا المثال ده كده السي دي بتبقى مسيحتها 700 ميجا بايت الدي في دي اربعة جيجا وسبعمية اليو اس بي فلاش ديفايس بتوصل ل 128 و دلوقتي بقى في اكتر بقى في 256 512 وبقى في يو اس بي فلاش بتوصل ل الف جيجا واحد تيرا والاكسترنل هارد درايف بيبقى 2 تيرا بايتس او مور بتبقى 2000 جيجا او 2 تيرا او بيبقى فيه الاكتر بيبقى 4 تيرا او 8 تيرا بايتس بنيجي نتكلم على الايميل والايميل بدايما احنا زي ما قلنا بيبقى السيرفر بتاعه طبع الانترنت او الاس بي الاس بي انترنت سيرفز بروفايدر طيب اللي هو مزود الخدمة فدايما مزود الخدمة هو اللي بتحكم في السيرفرات بتاعة الميل بس دايما بيكون فيه زكاء اصطناعي دايما بيبقى جاي مع الميل سيرفر سواء جوجل زواء ياهو هوتمايل الاوتلوك اي ميل سيرفر بيبقى فيها الزكاء الاصطناعي ده اللي بيعمل عملية الفلتريشن او الفلترة التصفية اللي بتبقى على اي حاجة جاية من على الانترنت ودايما لو فيه اي محتوى هو شاكك فيه ان فيه خطورة عليك من المحتوى ده دايما بيرحطها لك في ايميل ببالي اسم زي الرسائل المهملة الجانك السبام ميل الانسوشيليتد ميل وهكذا بيختلف اسم الفولدر من خدمة ميل للتانية سواء انجلش او عربي او خيميل سيرفر للتاني بس دايما بيتعامل معها الزكاء الاصطناعي بالشكل ده وان احنا ممكن نخش على الاعدادات زي جيميل مثلا ونختار السبام فلتر ونبتدى ان احنا نفعله ونضع ليه القواعد عشان يقدر ان هو يتعامل معاه بس زي ما قلنا بتبقاش موثوقة بنسبة مثلا 100% دايما بتبقى بنسبة 95% 80% مثلا لان هو لو فيه شخص بيبعات لك ايميل لأول مرة الميل بتاعها يروح في الجانك او في السبام فبالتالي لو انت عارف الشخص ده وافق فيه بتاخد الميل وتفتحه على الميل بوكس عادي في الامبوكس بتاعك لكن لو هو فعلا خطر بتبتدي تاخد حذرك منه بنيجي نتكلم بعد كده على السمارت ديفايس وايه هي الممكن المعلومات اللي ممكن تكون موجودة على السمارت ديفايس بتاعك على الجهاز الزكي بتاعك طيب السمارت ديفايس دلوقتي بقى لا غنى عنه مع اي شخص انت بتوقتي بتقدر ان انت تتصفح فيه مواقع التواصل الاجتماعي تبعت منه كل الايميل بتاعتك عليه صورك فيديوهاتك كل بتاعتك لو انت بتعمل عملية شراء من خلال الفون فانت بتدخل بيانات الكريدت كارد بتاعتك بكل سهولة طبعا كل ده بقى موجود في الهاتف الذكي اللي ما بين ايديك فضيع الهاتف ده او اختراكه ده هيسبب مشكلة كبيرة جدا لان بياناتك كلها بقت متاحة للاشخاص اللي قدروا ان هما يوصلوا للجهاز بتاعك بسرعة بسرعة سهلة طيب لازم اكون عامل اه باسورد بروتيكت ديفاعس لازم اكون عامل باسورد للجهاز بتاعه لازم يكون باسورد قوي عشان لو في اي حد قدر انه هو يوصل لبيانات الجهاز بتاعك فيقدر او وصل للجهاز بتاعك مش هيقدر انه هو يفتحه عشان يكون الباسورد قوي لازم اعمل iotomatic looking facility يعني ايه? يعني انت لما بتسيب الجهاز بتاعك من ايدك وتحطه على الترابيزة بيقعد منور شوية. انا لازم معه بتاظبط الجهاز ده بحيث ان انا اول ما سيب الجهاز من ايدي يعد عشر ثواني عشرين ثانية ويقفل الشاشة ويقفل بتاع الجهاز. عشان لو حصل لنا سبته في المكان وحد يمسكه بعدي وهو شغال هيقدر يخش على كل الديتا. فلازم يقفل الجهاز ويقفل يقفل بتاع الجهاز عشان لو حد يمسكه هيطلب منه الباسورد مش هيقدر انه هو يخش على البيانات بتاعة الجهاز. لازم يكون فيه برامج الحماية. لازم اكون ان انا عامل update لنظام التشغيل بتاعي سواء الابل اي او اس او الاندرويد. ان انا يكون عامل لهم عشان يقفل الصغرات او يحل المشاكل اللي ممكن تسببلي بعد كده هجوم من او اي فيروسات. لازم اعمل موبايل تراكينج. لازم اربطه بالجيميل. واقدر ان انا اتتبعه لو حصل اقدر الله اي شيء والتليفون ده ضعه. لازم نفعل التشفير على السمارتفون. ان انت بتقفل التليفون نفسه ببين كود. ان انت اول ما تعمل التليفون كده shut down او off بتقفل التليفون خالص بيروح مشفر كل البيانات اللي موجودة على التليفون بتاعك. فاول ما بتيجي تعمل power on وتفتح الجهاز بتاعك مرة تانية بيطلب منك البين كود. والجهاز كده مش هيشتغل غير ما دخل البين كود ده. ليه ميزة ان هو بيشفر كل معلومات الجهاز وبتبقى متأمنة تأمين كامل. لكن العيب ان هو اول ما هتدخل البين كود لو انت مستعجل على حاجة هو هياخد شوية وقت قبل ما يفك التشفير في الجهاز كله. ويقدر ان هو يدخلك على السيستم وتستخدم الجهاز مرة تانية. Be aware of security issues with app. لازم وانت بتثبت اي application تخلي بالك هو الapplication ده بياخد permission او صلاحيات انه يوصل لايه في الجهاز بتاعك. وهنا بيدي لك مثال على لعبة البوك من جو. ودي تم حزرها من المؤسسات العسكرية اللي موجودة في دول كتير جدا لان اللعبة دي كنت طول الوقت انت فاتح الكاميرا. وبتطارد شخصيات وهمية في في الشوارع. في التون ما انت بتطارد شخصيات دي الكاميرا كانت بتسجل المناطق اللي حواليك وبتبعتها لطرف اخر. فلازم اتأكد زي ما بنشوف في الصورة قدامنا الapp permission وهو بيطلب يوصل لايه. وطبعا لو البرنامج ده طالب يوصل لحاجة وهو مش بيستخدمها معنى كده ان هيكون في استخدام خفي للapplication ده على الجهاز بتاعك. التهديدات اللي ممكن تيجي من خلال السمارت فون زي الاس ام اس تروجن او المالوير الملفات الضارة اللي ممكن توصل من خلال الاس ام اس او الباك دورز في اي نظام تشغيل باب خلفي في اي نظام تشغيل او برنامج متسبت على الجهاز بتاعك. ان انا دلوقتي ممكن يحصل عندي سباي وير ملفات تجسس وتقدر تاخد بقى اا الكل موبايل ديتا كل البيانات اللي موجودة على التليفون دليل الهاتف الباسورز بتاعتك الكريت كارد لو انت مسجلها كل الصور والفيديوهات اي حاجة بتقدر تجمعها من على التليفون بتاعك والتليفون بتاعك بيبقى مخترك بالكامل. طيب الواي فاي والبلوتوث لو انا مش بستخدم الواي فاي او البلوتوث لازم اعملهم ترن اوف لازم اقفل الخدمتين دول لان طول ما هم شغالين الواي فاي او البلوتوث هم عبارة عن بوابات ممكن يخش منها الهاكر او يتحطي لي بيها ملفات تجسس على الجهاز بتاعي. لازم طبعا ان انا لو لقدر الله فقط الامل وعايز اه ارجع التليفون ده اقدر اعمل له زي ما اتكلمنا عليه قبل كده او ان انا لو هبيعه لازم اعمل فورمات للتليفون اللي هو ضبط المصنع عشان اقدر ان انا امحي كل البيانات الموجود على الفون ده عشان ما فيش اي حد يقدر ان هو يسترجعها ويستخدمها تاني زي هنا بيوري لك انا بخش على الجانرل وعلى كده عشان اقدر ان انا امحي كل البيانات دي كلها. طيب اه اللوكيشن انا بقدر استخدم اللوكيشن دلوقتي وبقى لي استخدامات كتيرة بس دايما اي خدمة بكلها مميزات والعيوب والمخاطر. ان انا اقدر يعني بقدر ان انا خلي لو انا في حالة طرقه لقدر الله ان الاسعاف او البوليس يقدر يوصلولي بسرعة. لو التليفون يتسرق برضو لقدر الله تقدر ان انت تتبع التليفون وتقدر تسترجعه مرة تانية. تقدر تربطه ببرامج اخرى عشان يقدر يجيب لك الطرق اه المتاحة والطرق الزحمة واللي فيها اصلاحات تربطه باب البيت تقدر تعمل check in في مكان فزميلك يعرف ان انت في المكان ده فيقدر ان هو يتواصل معاك وتتقابله. بتاعته ان انا ويتجسس عليك. اه بطريقة عن طريق البرامج الطرف الثالث اللي بتقدر تتسبت على الجهاز بتاعك ويقدر ان هو يتتبع بتاعك ويتتبع خط السير بتاعك بكل سهولة. طيب. يعني طول ما انت مشاغل الجي بي اس هتلاقي بطارية التليفون والموارد بتاعته بتستهلك بسرعة. فده هيعملك مشكلة كبيرة جدا. قولي share your mobile number with people you know and trust. لازم تشارك موبايل الرقم موبايل بتاعك مع الاشخاص اللي انت تعرفهم فقط. لان موصل لتليفونك يقدر يبعث لك رسالي يقدر يبعث لك لينكس. اه يتحتوي على ملفات التجاسس او ببرامج الفيروسات. كمان لازم تخلي بتاعك اه معاك عشان لو التليفون حصل له اه ضياع او الصرقة او في حالة الصرقة. لان هو بتقدر من خلال اي 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 نامبر ان انت بتروح للجهات المختصة بيتتبعوا التليفون بيه ويقدر ان هم يعملوا على الشبكة فبيقى التليفون غير قادر على الاتصال على اي شبكة اطلاقا. وبيحددوا مكانه وبيقدروا ان هم يوصلوا له بصورة كبيرة جدا. اه 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 هاو تو سويتش ان الانترنت فلتر تبلوك اه انا ابروبريت انترنت كونتنت. هنا بيعرض لك ان في برنامج بتقدر ان انت تستخدمه. طبعا ده بقى شركة ابلز بتقدر ان انت تثبته على الويندوز عادي جدا. عشان تمنع المحتوى الغير لقى وتعمل عملية الانترنت فلتر او برامج تصفيت المحتوى. والبرنامج اسمه الكي ناين ويب براوزر. ده متصفح من قبل بتحلق كل الامكانيات عشان تقدر تعمل عملية فلتريشن او عملية تصفية للمحتوى الخاص بالانترنت وتقدر تمنع المحتوى الغير لايك. الوايلس. طيب. لو انا استخدمت واي فاي في الاماكن العامة. هل ده مفيد ولا لا? هيبقى زي ما قلنا اي حاجة بيبقى لها مميزات وعيوب. الادفانتش بتاعتها ان انت بتقدر وانت باللابتوب بتاعك في الريستراند في مطعم في كافي في اي مكان في فندق في اللوبي في المطار بتقدر تعمل تشيك للايميلاد بتاعتك والانترنت زي ما انت حابب. ولو انت في المطار بتعمل تشيك على الايميل وعلى البيانات بتاعتك قبل ما تطلع الطيارة ان انت بطول مدة الرحلة بتبقى قافل التليفون بتاعك. اه في الكافي اه في الفندق مش محتاج انت بتنزل تدور على مكان ده وانت قاعد في القوضة او مش محتاج تنزل للوبي كبان. طيب المخاطر بتاعتها اغلب الهاكرز بيعملوا واي فاي بصفة مجانية في الاماكن العامة عشان يقدر ان هو يخليها بوينت لاستدراج الضحايا بتاعته. يعني يعملك واي فاي مجاني فانت بتفرح بتتصل عليه وبتستخدم الانترنت لكن هو كده بيسرق كل حاجة موجودة على التليفون بتاعك. وفي الاماكن العامة يقدر ان هو يطلب الواي فاي زي وزيك بالزبط ويتصل على الشبكة ويبتدي ان هو يفعل البرامج بتاعته ويقدر ان هو يختارك الاجهزة اللي ما اتصل بالشبكة بكل سهولة. ان انا اقدر اقمن ازاي الاجهزة ماديا. احنا اقمنها افتراضية من الفيروسات من هجمات الهاكرز الكلام ده كله. لا ازاي ان انا اقمن بقى الحاجات دي كلها ماديا. بيقولك خلي دايما الجهاز قدامك او في نص بعينيك عشان دايما الحرامي او اللي عايز السارك دوت بيدور على الهدف السهل اللي ما فيش حد باصص عليه. لازم يكون في كابل كده بيتوصل بيه اللابتوب عشان يمنع ان هو يتحرك من مكانه وبيكون بيه الشكل ده. اد اا كونسوبشنز اا ليبولز يعني حط كده بتكتب عليه الاسم والبيانات بتاعتك عشان تأكد ملكيتك للجهاز. اا لازم تكون كل الاكاونتات والجهاز مقفولين بباسورد كوي. اا يعني خلي السيريال نمبر والبيانات بتاعت الجهاز الاي اي اي ماي نمبر والكلام ده كله في مكان بس بعيد عنشان تتلك طبع شلو السلق الاقدر الله تقدر ان انت تسترجعهم اقفل او اكتب البيانات بتاعتك ده بقلم كده بتكتب بيه البيانات بس ما بيزهرش اللي انت كتبته غير لما بتسلط عليه دوق بيبقى اا يعني اشعة بنفسجية كده. اا المقاطر لما اا بتقابل الجهاز الكمبيوتر والديتا ريموفل يعني لما بيكون الجهاز الكمبيوتر ادم وانت هتبتدي ان انت اا تبيعه. فاحنا قلنا ان انت حتى لو فرمدت الهارد ديسك البيانات بتاعتك ما بتتمسحش بصفة كاملة. طيب اعمل ايه? زي ما اتكلمنا من شوية على برنامج الفايل شريدر. والفايل شريدر ده ان انت بتسبت البرنامج ده بعد ما بتفرمت الهارد وهو بيبتدي يشتغل. بيحط البيانات بتاعتك على اكتر من طبقة او بيانات البرنامج على اكتر من طبقة. عشان لو في حد جه يسترجع البيانات على الهارد ديسك ده. هيرجع البيانات الفيك اللي حطها البرنامج ده. مش هيرجع البيانات اللي انت عملت لها فورمات من الهارد ديسك بتاعك. بنيجي نتكلم على العالم السفلي. لو جينا نتكلم على الانترنت عموما. واحنا بنستخدم كم في المية من الانترنت فاحنا بملايين محركات البحث زي جوجل وياهو بينج وملايين المتصفحات جوجل كروم واللي بنوصل منها الملايين الملايين المواقع اللي بتبدأ بالwww world wide web الكلام ده كله كل ده ما بيمثلش غير 4% بس من الانترنت طيب بقية الانترنت بيروح فين عندنا اول حاجة اسمها الديب ويب والديب ويب ده الانترنت الحكومي اللي هي الخاص بالحكومات والوزارات اللي بيأمنوه باكتر من طبقة حماية واللي بيقى فيه قواعد البيانات الخاصة بالطلاب موظفين الجامعات وسيرفرات الحكومات والكلام ده كله بنوصلها ازاي ما بنوصلهاش من خلال المتصفحات العادية يعني انه ما تفتحش جوجل كروم أو فارفوكس وتكتب اسم الموقع وتوصله لا بيبقى لها متصفحات وبيانات وسيرفرات خاصة بيها ومقفولة عليهم هما فقط ومتأمنة باكتر من طبقة حماية اللي بعد كده الدارك ويب او الديب ويب الدارك ويب او الانترنت المظلم اللي بيستخدموه كل الناس اللي بيشتغلوا في الحاجات الليجل الحاجات الغير قانونية زي المخدرات تجارة السلاح تجارة الرقيق وهكذا بيستخدموها بيتوا اكتر من خمسين الف موقع مقفولة عليهم مفيش حد بيقدر يتتبعهم او يخش لهم عشان هما بيستخدموا حاجة اسمها التي او ار برنامج التور او برنامج المحول البصلي اللي بيمنع اي تتبع واي طريقة ان هي تمشي بصفة طبيعية عشان توصل لجهاز متصلة باخر لا هي بتمشي بطريقة مفيش حد بيقدر ان هو يتتبعها عشان يقدروا ينفزوا العمليات الاجرامية الخاصة بهم كل الهاكرز وافجر الناس الهاكرز اللي موجودين على الانترنت موجودين هناك فما فيش حد ما نصحش حد ان يقدر يستخدمها لان اول ما هتخش هتلاقي الجهاز بتاعك تقفل وبيطلبوا منك زي فيروس الفيديا رانسوم وير كده ويطلبوا منك فلوس عشان يفتحوا لك الجهاز بتاعك المخاطر اللي بتبقى موجودة على الانترنت او الحاجات الغير لائقة طبعا هنا بيدي لك زي الديجيتال جارنل كان فيه وصيقة ان اكتر من 30% من الموظفين الحكوميين كانوا بيتعرضوا ليه التنمبر وليه محاولات الاختراق وسرقة الهوية وطبعا هنا بيحط لك فقرات القانون طيب الساسبيشيس ميل الكويست اللي دايما يبعث لك بها ميل عشان يحاول ان هو يحتال عليك زي ميلينج ميلز اسكينج فور يوربانك ديتيل زي ما اتكلمنا عليها بيسأل على بيانات البنكية بتاعتك او بيسأل على تفاصيل شخصية عاوز يحدس البيانات والمعلومات يقول لك انت ربحت يا نصيب ربحت جايزة انت فيه سلع مجانية الكلام ده كله بيحاول ان هو ياخد اهتمامك باي حاجة عشان يقدر ان هو يحتال عليك ويقدر ان هو يسرق البيانات او المعلومات بتاعتك طبعا احنا لازم نأمن نفسنا بالانتي فيروس ولازم نبقى او متعلمين بالنسبة لمحاولات التصيد عشان نقدر ان احنا نصدها الهوية الشخصية طبعا لو انت دلوقتي نزلت البيانات الشخصية بتاعتك للعامة كده على الانترنت على الفيسبوك مثلا وقلنا ان احنا عندك مية وستين صديق طبعا كل واحد بيبقى عنده اكتر من كده اصدقاء على الفيسبوك او على السوشيال ميديا عموما يعني كل واحد من دول عنده مية وستين كمان فالمعلومات بتاعتك وانس ان انت عملت لها بوست اول ما عملت لها بوست كده على الفيسبوك وصلت ل 25600 شخص هل انت واصق في العدد ده كله فعشان كده لازم تزبط اعدادات الخصية بتاعتك وما تشاركش المعلومات الشخصية بتاعتك عشان ما تبقاش متاحة للجميع واي حد يقدر ان هو يستخدمها ضدك الشيرينج ديفايزيس لازم تخلي بالك من الاجهزة اللي بتعمل مشاركة مع الاجهزة الاخرى زي الامبسي بلاير الايبودز الحاجات دي اللي بتبقى متصلة بالانترنت مع اتصالها بالهواتف الذكية اللي موجودة في البيت فدي عبارة عن بوابات ممكن يخش منها الهاكر او يخش منها ملفات التجسس او ملفات الفيروسات الفيديو بلاكز في بعض المواقع اللي انت بتقدر تستخدمها عشان ترفع عليها البيانات بتاعتك ويبتدي ان انت تشاركها مع ملايين من الناس فاي حد بقى محتاج المحتوى ده بيقدر يخش يعمل عليه سيرش على الويبسايت ده ويقدر ان هو يعمله ده ولود مثلا اغنية فيديو برنامج كتاب بحث علمي اي حاجة انت بتبقى محتاجها بتدور عليها على المواقع دي هي مفيدة عشان بتبقى سهل انها تنقل الملفات ما بين الاشخاص وبعضهم لكن بيبقى في منها خطورة عشان ممكن شخص غير ساوي يقدر يرفع برنامج مع ملف تجسس او فيروس فبالتالي انت تنزله فينزل ملف التجسس او الفيروس على الجهاز بتاعك بسهولة بعض المواقع زي الفور شيرد الهايتلز فري الفايل كونفوي والشير فايلز دي المواقع اللي انت بتقدر تستخدمها عشان تعمل مشاركة للملفات وتقدر تنزل الملفات بكل سهولة السايبر بولينج او التنمر اللي موجود على الانترنت واحنا قلنا التنمر اللي بيحصل على الاشخاص العاديين او موظفين الحكومة وده اللي بيعمل مشاكل كبيرة جدا يعني اللي بيبقى عن طريق الايميلات اللي موجودة اللي بتتبعت على خدمة الميل سيرفر الرسائل غير لائقة ان انت تهين شخص بالنسبة على موقع او فورم او منتدى ان انت تكشف معلومات الشخصية الخاصة بالشخص ده عن قصد ان ان انت بتحرك شخص اخر عن طريق الانترنت هنا بيبقى في موقع او جروب اتعامل على جوجل بلاس كان بيعرف الناس ازاي انها تتصدى للتنمر اللي موجود على الانترنت واللي بقى زيادة او حتى التنمر اللي موجود في حياتنا الطبعية اللي بقى زيادة الفترة الاخيرة دي يعني هو بيقدر يستخدم ايه فهو بيقدر يستخدم الاي امي الانستنت ميسجس او الايميل او ان هو يقدر يعمل رسائل عن طريق بقى السمارت فون او التابلت او اللابتوب او حتى البي سي بتاعه ويقدر ان هو يتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي ويقدر يرسل الصور والرسائل المهينة للاشخاص اللي بيتنمر عليهم طيب هي الرسالة ممكن توصل او تنتشر بسرعة طبعا طب تعالي ندي مثال كده لو انت بعت الرسالة دي لستاشر شخص بس طبعا لو انت عملت شير بس البوست فده بيوصل لعدد ضخم جدا من الناس فهنقول كمثال ان احنا بعتنا الرسالة دي لستاشر شخص والستاشر دول بعتوها لستاشر والستاشر دول بعتوها لستاشر تانين فستاشر 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 لأربع تلاف شخص تخيل بقى انت لو عملت الشير للبوست ده وانت عندك مثلا ألف صديق ألف فريند على الفيسبوك أو ألفين أو خمسة حتى شوف مدى المعلومة أو البوست ده هينتشر في خلال سواني كم عدد من الناس طيب ايه اللي بيدفع المتنمر ان هو يتنمر كده بالشكل ده طبعا الانجر الغضب الانتقام الان هو في ملل في التعامل فهو يبقى عنده ملل عاوز يغطي على الملل ده فيبقى بيدور على طريقة يتسلي نفسه بيها الانترتيمنت بيتسلى الباور ان هو بيفرغ طاقة والكلام ده كله تبقى اعمل ايه عشان اقدر اتصدى للتنمر ده اول حاجة قللي open emails and text from people you know ما تفتحش الاميلات من اشخاص انت ما تعرفهم مش من اشخاص اللي انت عرفهم فقط don't forward chain emails or hoaxes انت ما تعملش لو لقيت محتوى في اساءة ما تعملوش مشاركة ويوصل للناس اللي حواليك don't post anything that is very private ما تنشرش اي حاجة بتكون شخصية وخاصة never respond to poly email or text website or mobile phone operator او حتى للشخص المعني او المسئول يعني انت اعمل اه report لو انت عملت report سواء في فيسبوك او في تويتر بيتعاملوا مع التنمر ده بصورة كبيرة جدا وتقدر ان انت دلوقتي تروح تعمل اه بلاغ في قسم الشرطة وهما بيتعاملوا دلوقتي بجدية كبيرة جدا مع الحاجات اللي زي كده limit the information you post online خلي المعلومات اللي انت بتشاركها على الانترنت تبقى محدودة set your private setting very carefully ضبط اعدادات الحماية بتاعتك بصفة مؤمنة عشان تأمن بياناتك وميحصلش اي خلل ويقدر اي حد يوصل للبيانات بتاعتك الاشخاص الكبار برضو بقدروا يتعرضوا للتنمر زي هنا مدي لك مثال ان فيه شخص حاب يشارك الصفات جيدة وسيئة عن نفسه للناس والبوست تتعمله مشاركة بصورة كبيرة جدا وقدر ان هو يوصل لاشخاص كتيرة جدا على الانترنت ووصل لعيلته وليه مديره في الشغل وهكذا فدايما خلي بالك وانت بتحاول تتكلم او بتشارك حاجات شخصية عن نفسك لانها بصورة او بتانية هتوصل لعدد ضخم من الناس don't calculate message picture or other material can be hurtful يعني لو فيه محتوى ضار جه قدامك خليه يقف عندك ما تشاركش المحتوى الضار ده بحيث ان هو يبقى منتشر وموجود على الانترنت بصفة كبيرة know how to decline or block stranger لو فيه اي شخص غريب بيحاول ان هو يأذيك او يتتبعك او يعمل تتبع حواليك دايما وقف الموضوع ده ويعمل له block او صده وما تحاولش ان انت تتجاوب معه use a webcam only with people you know disconnected or disabled when not using it يعني استخدم الكاميرا مع الاشخاص اللي انت عارفهم فقط ولو انت مش بتستخدم الكاميرا دايما نعطلها لان ممكن يكون فيه ملفات تجسس بتشغل الكاميرا وهي offline عشان يقدر ان هو يتجسس عليك عن طريق الكاميرا طبعا خلي بالك وانت بتعمل download لل pictures and computer programs الحاجات دي كلها لازم تكون من المواقع الموثوق فيها او المواقع الرسمية لان انت لو عملتها بصفة مجانية وهي مش مجانية كده انت بتخالف القانون وبتعرض نفسك للمسألة القانونية نتكويت from the internet is informal rules or behavior when using the internet اللي هي المصادقة المصادقة المستخدم اثناء او السياسات الاستخدام اثناء ان انت بتيجي تستخدم خدمة الميل او خدمة السوشال ميديا يعني او في طرق كده ان انت بتستخدمها او هتلاقي الفيسبوك بيطلبها منك قبل ما تستخدم خدمة الميل دي طيب خدمة الميل دي او الطريقة اللي انت بتستخدم بيها سياسات الاستخدام على الانترنت لازم تكون فيه سياسات استخدام عادلة يعني بيقولك انت لو خلفت القوانين دي هتبتدي ان انت هنقفل الاكاونت بتاعك الاكاونت بتاعك هيتعمله ساسبند هيتوقف وهكذا طيب افويت سنتنس او فيه حاجات طبعا بتبقى اخلاقيات اثناء استخدام الانترنت يعني الكلام بيبقى مكتوب بالحروف الكابيتل كلها دايما خليه الطريقة محترمة مش كل الناس بتستخدم اللغة الام بتاعتك المحتوى الضار او الغير لائق لو انت بتنشر البوست عام فده يبتدي يوصل لناس كبيرة جدا بتخلي بالك وكون حاضر تونت سبام لو في ايميل جالك بيكون في ادبرتايزمنت او اعلانات ما تشارك هاش يعني خليها توقف عندك مش حاجة جات لك بتروح مشاركها مع الناس كلها ابعد عن محتوى المحمي بموجب حقوق الطبعة والنشر طيب اليوزر نيم الخاص بيك او اسم المستخدم لازم يكون اسم فريد من نوعه ما بيدلش على معلومات شخصية خاصة بيك لانت لو في شات عام والكلام ده كله ما فيش ده انت تكتب اسمك سنائي وسلاسي او رباعي فبالتالي انت بتكشف عن معلومات شخصية خاصة بيك دايما اختار اسم مستعار ما بيدلش على اي معلومات شخصية خاصة بيك لازم احمي البيانات الشخصية بتاعتي عشان دي هي دايما الهدف لكل واحد هاكر او كل واحد بيحاول يحتال عليك عشان يسرق الهوية بتاعتك اي حاجة انت بتعملها على الانترنت دايما بيبقى لها حاجة اسمها بصمة رقمية ودي اللي بتبني شخصية افتراضية كاملة عنك على الانترنت بيبقى فيها كل المعلومات او كل الاهتمامات الخاصة بيك لو انت عايز تعرف البصمة الرقمية اللي موجودة على الانترنت عنك شكلها ازاي اعمل سيرش باسمك بس على موقع اسمه بايبل وده هيطلع كل البصمة الرقمية او ازاي الناس اللي ما بتيكي تعمل عليك سيرش على الانترنت بتلاقيك بالشكل ده بس الموقع ده مش فور فري ده بفلوس طيب بعد كده عندنا السناب شات وهي الحماية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي او برامج التواصل الاجتماعي والسناب شات هو البرنامج الوحيد لو اي حد وانت بتكلمه خد سكرين شات لالشات بتاعكو هيبلغك ان الشخص ده خد سكرين شات وبالتالي يجب ان انت تحضر منه الخدمة دي مش موجودة في بقية مواقع التواصل الاجتماعي او برامج مواقع برامج التواصل الاجتماعي لكن سناب شات هو الوحيد اللي عامل الخدمة دي طيب موظف الحكومي لازم يكون في سياسات استخدام كده اثناء استخدام الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي عشان ما يضرش المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها يعني ما ينفعش ينشر اي صورة خاصة بالموظفين اونلاين من غير ما ياخد اذنهم اي محتوى خاص بالشغلة واي رأي خاص بالشغلة او المؤسسة اللي بيعمل فيها ما ينفعش ان هي اه يعمل لها بوست بدون ما يرجع ولو هيضطر ان هو يكتب بوست اونلاين لازم يكتب ان هذا البوست ليس له علاقة بالمؤسسة الحكومية التي اعمل فيها وانما هو بوست خاص بي انا وشخصي لي انا يعني زي كده بوست اخلاق مسئولية بالنسبة بقى للارهاب او التطرف اللي موجود على الانترنت وده بقى منتشر بصفة كبيرة جدا بالنسبة للمواقع وانتشار الانترنت اللي موجود دلوقتي في اي تطرف بيبقى بينزل ان هو الشخص اللي بيعاه افكار متطرفة على الانترنت من خلال بقى الهاشتاج او الجروبس اللي موجودة على الفيسبوك او الواتس ااب او الصفحات اللي موجودة على الفيسبوك والانستجرام وكلام ده كله ويبتدي ان هو يستهدف الاطفال والمراهقين ويبتدي ان هو يغير افكارهم الاساسية والافكار الدينية بتاعتهم ويبتدي ان هو يوجيهم عشان يقزوا نفسهم ويقزوا اللي حواليهم طيب هنا اولاين بنتكلم على المحتوى الغير لائق وهنا ده بيقدر ان هو بيوصل من خلال الانترنت طيب الانلاين اديكشن لما بتبتدي انت بتستخدم الانترنت بصفة كبيرة يعني طول اليوم وحتى وانت في الشغل وانت بتاكل او انت في الدراسة بتبقى مش قادر تسيب التليفون من ايدك ده بيعمل عملية حاجة اسمها ادمان للانترنت مش قادر ان انت تتخلى عن التليفون ان هو يسيب ايدك وبالنسبة للتطرف بنرجع للتطرف تاني فلو جينا اتكلمنا عليه اهو زي هنا كده داعش كانت عاملة اكاونت على الانستجرام او على تويتر او الفيسبوك بيستخدموا الهاشتاج عشان يوصلوا افكارهم المتطرفة للناس في كل انحاء العالم سياسات الاستخدام العادل اللي هي الايو بي اللي احنا بكنا نتكلم عليها زي هنا تويتر او الفيسبوك بيدي لك سياسة استخدام اللي احنا دايما بنوافق عليها وبنخش نعمل اكاونت من غير ما حتى ما نقرأ هي بتتكلم عن ايه فبالتالي لازم ان احنا نقرأ ونشوف انا لو عملت ايه غلط هتحاسب وامتى هما يتخذوا معي اجراء لو خلفت القوانين وهكذا الكابيرايت لازم اتأكد ان انا بموجب حقوق الملكية الفكرية اي محتوى محمي بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية ان انا مينفعش استخدمه فور فري لو هو مش فور فري لو هو مش مجاني عشان استخدامي ليه ده هيعرضني للمسائلة القانونية والاواضي دي بتبقى فيها غرامات بتوصل لملايين الدولارات كده يبقى احنا خلصنا مادة الامن الرقمي السايبر سيكوريتي مش فاضل بس غير الامتحان التجريبي وده اللي احنا هنشوفه في الفيديو القادم كنت معاكم انا مينا عبدو من قناة مينا تيك ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتعملوا مشاركة للفيديو عشان يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس شكرا لكم